الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو شريط الثالث والأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة ولازلنا في الجزء الثالث من الكتاب رسل في قدوم وفد ذي مرة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ذي مرة 13 رجلا رأسهم الحارث بن عوف فقالوا يا رسول الله إنا قومك وعشيرتك نحن قوم من بني لؤي ابن غالب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحارث أين تركت أهلك قال بسلاح وما ولاها قال وكيف البلاد قال والله إنا لمسنتون ما في المال مخ فادعوا الله لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسقهم الغيث فأقاموا أياما ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعين له فأمر بلالا أن يجيزهم فأجازهم بعشر أواق فضة وفضل الحارث بن عوف أعطاه إثنتي عشرة أوقية ورجعوا إلى بلادهم فوجدوا البلاد مطيرة فسألوا متى مطرتم فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأخصبت بعد ذلك بلادهم فصل في قدوم وفد خولان وقدم عليه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان سنة عشر وفد خولان وهم عشرة فقالوا يا رسول الله نحن على من وراءنا من قومنا ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله وقد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها والمنة لله ولرسوله علينا وقدمنا زائرين لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في جوالي يوم القيامة قالوا يا رسول الله هذا السفر الذي لا توى عليه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل عم أنس وهو صام خولان الذي كانوا يعبدونه قالوا أبشر بدلنا الله به ما جئت به وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمثكون به ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله فقد كنا منه في غرور وفتنة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما رأيتم من فتنته قالوا لقد رأيتنا أثنتنا حتى أكلنا الرمة فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به مئة ثور ونحرناها لعم أنس قربان في غدات واحدة وتركناها تردها السباع ونحن أحوج إليها من السباع فجاءنا الغيث من ساعتنا ولقد رأينا العشب يوار الرجال ويقولوا قائلنا أنعم علينا عام أنس وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم قالوا كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطه فنسميه له ونسمي زرعا آخر حجرة لله فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل علي في ذلك وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا قالوا وكنا نتحاكم إليه فيتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشياطين تكلمكم وسألوه عن فرائض الدين فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا وأن لا يظلم أحدا قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ثم ودعوه بعد أيام وأجازهم فرجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عن أنس فصل في قدوم وفد محارب وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد محارب حان حجة الوداع وهم كانوا أغلظ العرب وأفضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواسم أيام عرضه لنفسه على القبائل يدعوهم إلى الله فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عشرة نائبين عما وراءهم من قومهم فأسلموا وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الظهر إلى العصر فعرف رجلا منهم فأمده النظر فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه قال كأنك يا رسول الله توهمني قال لقد رأيتك قال المحاربي إي والله لقد رأيتني وكلمتني وكلمتك بأقبح الكلام ورددتك بأقبح الرد بعكام وأنت تتوف على الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال المحاربي يا رسول الله ما كان في أصحابي أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب بيد الله عز وجل فقال المحاربي يا رسول الله استغفر لي من مراجعة إياك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر ثم انصرفوا إلى أهليهم فصل في قدوم وفد صداء في سنة ثمان وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد صداء وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثا وهي أبعثا استعمل عليه قيث بن سعد بن عبادة وعقد له لواء أبيض ودفع إليه راية سوداء وعذكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم وعلم بالجيش فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك وافدا على من ورائي فرد للجيش وأنا لك بقومي فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيث بن سعد من صدر قناة وخرج الصداء إلى قومه فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر رجلا منهم فقال سعد بن عبادة يا رسول الله دعهم ينزلوا علي فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم وكساهم ثم راح بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا فرجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مئة رجل في حجة الوداع ذكر هذا الواقدي عن بعض بني المصطلق وذكر من حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أردد الجيش وأنا لك بقومي فردهم قال وقدم وفد قومي عليه فقال لي يا أخ صداء إنك لمطاع في قومك قال قلت بل يا رسول الله من الله عز وجل ومن رسوله وكان زياد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فاعتشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سار ليلى واعتشينا معه وكنت رجلا قويا قال فجعل أصحابه ينفرون عنه ويتفرقون عنه ولزمت غرزه فلما كان في السحر قال أذن يا أخ صداء فأذنت على راحلتي ثم سرنا حتى ذرأبنا فنزل لحاجته ثم رجع فقال يا أخ صداء هل معك ما قلت معي شيء في إداوتي فقال هاته فجئت به فقال صب فسببت ما في الإداوة في القعب فجعل أصحابه يتلاحقون ثم وضع كفه على الإناء فرأيت بين كل أصب عين من أصابعه عينا تفور ثم قال يا أخ صداء لولا أني أستحيء من ربي عز وجل لسقينا واستقينا ثم توضع وقال أذن في أصحابي من كانت له حاجة بالوضوء فليرد قال فوردوا من آخرهم ثم جاء بلال يقيم فقال إن أخ صداء أذن ومن أذن فهو يقيم فأقمت ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا وكنت سألته قبل أن يؤمرني على قومي ويكتب لي بذلك كتابا ففعل فلما فرغ من صلاته قام رجل يشتكي من عامله فقال يا رسول الله إنه أخذنا بذحول كانت بيننا وبينه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الإمارة لرجل مسلم ثم قام آخر فقال يا رسول الله أعطني من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزاءها ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك وإن كنت غنيا عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن فقلت في نفسي هاتاني خصلتان حين سألت الإمارة وأنا رجل مسلم وسألته من الصدقة وأنا غني عنها فقلت يا رسول الله هذان كتاباك فاقبلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فقلت إني سمعتك تقول إني سمعتك تقول لا خير في الإمارة لرجل مسلم وأنا مسلم وسمعتك تقول من سأل من الصدقة وهو غني عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن وأنا غني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الذي قلت كما قلت فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال دلني على رجل من قومك أستعمله فدللته على رجل منهم فاستعمله قلت يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء كفان ماءها وإذا كان الصيف قل علينا فتفرقنا على المياه والإسلام اليوم فينا قليل ونحن نخاف فادعو الله عز وجل لنا في بئرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناولني سبع حصيات فناولته فعركهن بيده ثم دفعهن إلي وقال إذا انتهيت إليها فألقي فيها حصاة حصاه وسم الله قال ففعلت فما أدركنا لها قعرا حتى الساعة فصل في فقه هذه القصة ففيها إحباب عقد الألوية والرايات للجيش واستحباب كون اللواي أبيض وجواز كون الراية سوداء من غير كراها وفيها قبول خبر الواحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجيش من أجل خبر الصدائي وحده وفيها جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان فإن قوله اعتشى أي سار عشية ولا يقال لما بعد نصف الليل وفيها جواز الأذان على الراحلة وفيها طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء وليس ذلك من السؤال وفيها أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه وفيها المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه لما وضعها فيها أمده الله به وكثره حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم وليس كذلك وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه وفيها أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فألقاه عليه ثم أراد بلال أن يقيم فقال عبد الله بن زيد يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم قال فأقم فأقام هو وأذن بلال ذكره الإمام أحمد رحمه الله وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفأ ولا يكون سؤاله مانعا من توليته ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر إنا لن نولي على عملنا من أراده فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة وكان مطاعا فيهم محببا إليهم وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو فمنعه منها فولى للمصلحة ومنع للمصلحة فكانت توليته لله ومنعه إلاه وفيها جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه ومنها أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده وحده صنفا من الأصناف لقوله إن الله جزاءها ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك ومنها جواز إقالة الإمام لولاية من والله إذا سأله ذلك ومنها استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه في من يوليه ومنها جواز الوضوء بالماء المبارك وأن بركته لا توجب كراحة الوضوء منه وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة والله أعلم فصل في قدوم وفد غسان وقدموا في شهر رمضان سنة عشر وهم ثلاثة نفر فأسلموا وقالوا لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز وانصرفوا راجعين فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حامل يرموك فلقي أبا عبيدة فأخبره بإسلامه فكان يكرمه فصل في قدوم وفد سلامان وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد سلامان سبعة نفر وفيهم حبيب بن عمر فأسلموا قال حبيب فقلت أي رسول الله ما أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها ثم ذكر حديثا طويلا وصلوا معه يومئذ الظهر والعصر قالت فكانت صلاة العصر أخف من القيام في الظهر ثم شكوا إليه جذب بلادهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اللهم اسقهم الغيثة في دارهم فقلت يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ثم قاما وقمنا عنه فأقمنا ثلاثا وضيافته تجري علينا ثم ودعناه وأمرنا بجوائز فأعطينا خمسة أواق لكل رجل منا واعتذر إلينا بلال وقال ليس عندنا اليوم مال فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة قال الواقدي وكان مقدمهم في شوال سنة عشر فصل في قدوم وفد بني عبس وقدم عليه وفد بني عبس فقالوا يا رسول الله قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش وهي معايشنا فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أموالنا بيعناها وهاجرنا من آخرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فليلتكم من أعمالكم شيئا وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان هل له عقب فأخبروه أنه لا عقب له كانت له ابنة فانقرضت وأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن خالد بن سنان فقال نبي ضيعه قومه فصل في قدوم وفد غامد قال الواقدي وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد غامد سنة عشر وهم عشرة فنزلوا ببقيع الغرقد وهو يومئذ أثل وطرفاء ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا عند رواحلهم أحدثهم سنا فنام عنه وأتى سارق فسرق عيبة لأحدهم فيها أثواب له وانتهى القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا له بالإسلام وكتب لهم كتابا فيه شرائع من شرائع الإسلام وقال لهم من خلفتم في رحالكم فقالوا أحدثنا يا رسول الله قال فإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فأخذ عيبة أحدكم فقال أحد القوم يا رسول الله ما لأحد من القوم عيبة غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذت وردت إلى موضعها فخرج القوم سراعا حتى أتوا رحلهم فوجدوا صاحبهم فسألوه عما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فزعت من نومي ففقدت العيبة فقمت في طلبها فإذا رجل قد كان قاعدا فلما رآني فثار يعدوا مني فانتهيت إلى حيث انتهى فإذا أثر حفر وإذا هو قد غيب العيبة فاستخرجتها فقالوا نشهد أنه رسول الله فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد ردت فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وجاء الغلام الذي خلفوه فأسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي بن كعب فعلمهم قرآن وأجازهم كما كان يجيز نوفود وانصرفوا فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى المديني من حديث أحمد ابن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني قال حدثني علقمة بن يزيد ابن سويد الأزدي قال حدثني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا فقال ما أنتم قلنا مؤمنون فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم قلنا خمس عشرة خصلة خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها وخمس أمرتنا أن نعمل بها وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها الآن إلا أن تكره منها شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا فقال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية قالوا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماء علماء كادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء ثم قال وأنا أزيدكم خمسة فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها فصل في قدوم وفد بني منتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن زبير الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث بذلك عني قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش السماعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيني عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه أيضا أبي الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغدا فقام في الناس خطيبا فقال يا أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لتسمع اليوم ألا فهل من املئ بعثه قومه فقالوا له اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله علم أني أبتغي السقطة فقال ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده فقلت ما هن يا رسول الله قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب قال قال لقيت فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله قال وعلم يوم الساعة قلنا يا رسول الله علمنا ألمنا مما تعلم الناس وتعلم فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدا من ملحج التي تربو علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها قال تلبثون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما لبستم ثم تبعث الصائحة فلعمر إلهك تدع على ظهرها ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقة القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيا لما كان فيه يقول يا ربي أمسي اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيي أبدا ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ورياء يرانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترون رهما وريانكم لا تضارون في رؤيتهما قلت قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضخ بها قبلكم فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتنضحه أو قال فتخطمه بمثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم ويفتيق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول حسي يقول ربك عز وجل أو أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أضناء والله ناهله عليها قط رأيتها فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا قال قلت يا رسول الله فبما نبصر قال بمثل بصرك ساعتك هاله وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال قال قلت يا رسول الله فلما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا لو فعل Whoever وقال قال لعم لعم أمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وإن الجنة لها ثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن ما يتغير طعمه وماء غير آس وفاكهة ولعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطحرة قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات قال المصلحات للصالحين وفي لفظ الصالحات للصالحين تلذونهن ويلذونكم مثل الذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد قال لقيط فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيان المشرك وأن لا تشرك بالله إلها غيره قال قلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطينيه قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرء إلا على نفسه فبسط يده وقال لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك قال فانصرفنا عنه ثم قال ها إن ذين ها إن ذين مرتين لعمر إلهك من اتقى الناس في الأرض والآخرة بل هما من أتقى الناس في الأولى والآخرة فقال له كعب بن الخدرية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله قال بن المنتفق بن المنتفق بن المنتفق أهل ذلك منهم قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي علي رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك قال وأهلي لعمر الله حيث ما أتيت على قبر عامري أو قرشي من مشرك قل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن ابن المغيرة ابن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم ابن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ورواه آئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانتياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته فمما الرواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة وقال كتب إلي إبراهيم بن حمزة ابن محمد بن حمزة ابن مصعب ابن زبير الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عني ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمر ابن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة له ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد ابن إبراهيم ابن سليمان العسال في كتاب المعرفة ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني في كثير من كتبه ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد ابن حيان أبو الشيخ الأصبثني في كتاب السنة ومنهم الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيا ابن مندة حافظ أصبهان ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن يوسى ابن مردويه ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله ابن إسحاق الأصبهاني وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم وقال ابن مندة رواه هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله ابن أحمد ابن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة هذا كلام أبي عبد الله ابن مندة وقوله تهضب أي تمطر والأصواء القبور والشربة والشربة بفتح الراء الحوض الذي يجتمع فيه الماء وبالسكون ولياء الشرية الحنظلة يريد أن الماء قد كثر فمن حيث الشئث تشرب وعلى رواية السكون ولياء يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه قال الأصمعي وهي مثل أوه وقوله يقول ربك عز وجل أو أنه قال بن قتيبة فيه قولان أحدهما أن يكون أنه بمعنى نعم والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول والطوف الغائط وفي الحديث لا يصل أحدكم وهو يدافع الطوف والبول والجسر الصراط وقوله فيقول ربك مهيم أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت وقوله يشرف عليكم أزلين الأزل بسكون الزاي الشدة والأزل على وزن كتف هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط وقوله فيظل يبحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله كقوله وجاء ربك والملك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدني عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة والكلام والكلام فَصَعِقَ مِنْ أَنْ أَسْمَا مِنْ أَنْ أَسْمَا يَنْ أَنْ أَسْمَا يَحْسِبُ أنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ الإيمان بل كانوا مشغولين بالعلميات وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعلميات وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه أعداؤه للتعنت والمغالبة وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه كسؤاله عن وقت الساعة وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها ويمشئها نشأة أخرى ويخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه كذلك في موضعين منه وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله آلاءه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في قدوم وفد بن المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا عن الإمام عبد الله حديثا فيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد والقرآن منبوء منه وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبنغه وأوصله إلى العقول والفطر فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكليبا له وتعجيزا له وطعنا في حكمته تعالى عما يقولون علوا كبيرا وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية هو قوله وكقوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ونظائره في القرآن كثيرة وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل وإثبات رؤيته في الآخرة وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد قد جاء هذا في هذا الحديث وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص بل هم أشرف عقولا وأصحوا أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية أعيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فيضح بها قبلكم فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح والريطة الملاءة والحمم جمع حممة وهي الفحمة وقوله ثم ينصرف نبيكم هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة وقوله ويفرق على أثره الصالحون أن يفزعون ويمدون على أثره وقوله فتطلعون على حوض نبيكم ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتى يخطعوا الجسر وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في تذكرته والغزالي وغلطا من قال إنه بعد الجسر وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أقائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم فقال لهم هلم فقلت إلى أين فقال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل نعم قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط لأن الصراط إنما هو جسر مندود على جهنم فمن جازه سلم من النار قلت وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف وحديثه كله يصدق بعضه بعضا وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدى لهم الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا وهو لا يناقض كونه قبل الصراط فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول والسعة فمن الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم وقوله على أظمأ ناهلة قط الناهلة العطاش الواردون الماء أن يردونه أظمأ ما هم إليه وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم فلما قطعوه اشتد ضمؤهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة وقوله تخمس الشمس والقمر أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان والاختناس التواري والاختفاء ومنه قول أبي هريرة فانخنست منه وقوله ما بين البابين مسيرة سبعين عاما يحتمل أن يريد به أن ما بين الباب والباب هذا المقدار ويحتمل أن يريد بالبابين المسراعين ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاما لوجهين أحدهما أنه لن يصرح فيه رواية بالرفع بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المسراعين مسيرة أربعين عاما والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله أعلم وقوله في خمر الجنة إنه ما بها صداع ولا ندامة تعريض بخمر الدنيا وما يلحقها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوار العقل والماء غير الآس هو الذي لم يتغير بطول مكثه وقوله في نساء أهل الجنة غير أن لا توالد قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين فقال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولاده واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير أن لا منية ولا منية وأثبت الطائفة من السلف الولادة في الجنة واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي قال الترمذي حسن غريب ورواه ابن ماجه قالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الملادة في الجنة فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى ولكنه لا يشتهي وهذا تأويل إسحاق ابن راهويه حكاه البخاري عنه قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء قالوا والجنة دار خلود لا نوت فيها فلو توالد فيها أهلها على الدوان والأبد لما وسعتهم وإنما وسعتهم الدنيا بالموت وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذن إننا تكون لمحقق الوقوع بل إذا للمشكوك فيه وقد صح أنه سبحانه ينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل منهم قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل وأما حديث سعتها فلو رزق كل واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه لا جواب للمسألة لأنه إن أراد أقصى قدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في عقد البيعة وزيال المشرك أي مفارقته ومعاداته فلا يجاوره ولا يواليه كما جاء في الحديث الذي في السنن لا تراء نارا هما يعني المسلمين والمشركين وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستذلوا بها الشرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن سل الله الحجة البالغة في كل وقت ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ردوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل والله أعلم فصل في قدوم وفد النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه وفد النخع وهم آخر الوفود قدوما عليه في نصف المحرم سنة إحدى عشرة في مئتي رجل فنزلوا دار الأضياف ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل فقال رجل منهم يقال له زرارة بن عمر يا رسول الله إني رأيت في سفري هذا عجبا قال وما رأيت قال رأيت أتانا تركتها في الحي كأنها ولد جديا أسفع أحوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تركت أمة لك مصرة على حمل قال نعم قال فإنها قد ولدت غلاما وهو ابنك قال يا رسول الله فما باله أسفع أحوى فقال ابني مني فدنا منه فقال هل بك من برص تكتمه قال والذي بعثك بالحق ما علم به أحد ولا اطلع عليه غيرك قال فهو ذلك قال يا رسول الله ورأيت النعمال بن المنذر عليه قرطاني مدن لجاني ومسكتان قال ذلك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته قال يا رسول الله ورأيت عجوزا شمطا قد خرجت من الأرض قال تلك بقية الدنيا قال ورأيت نارا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمر وهي تقول لضى لضى بصير وأعمى أطعموني آكلكم أهلكم وما لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فتنة تكون في آخر الزمان قال يا رسول الله وما الفتنة قال يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأد وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه يحسب المسيء فيها أنه محسن ويكون دم المؤمن عند المؤمن فيها أحلى من شرب الماء إن مات ابنك أدركت الفتنة وإن ميت أنت أدركها ابنك فقال يا رسول الله ادعو الله أن لا أدركها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدركها فمات وبطي ابنه وكان ممن خلع عثمان ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم فبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إله رقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروح سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وكتب إلى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس فلما قرئ عليه الكتاب نزقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نزق الله ملكه وكتب إلى النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسمم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن مهيم وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموانات على طاعته وأنت اتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى وبعت بالكتاب مع عمر بن أمية الضمري فقال ابن إسحاق إن عمرا قال له يا أصحمه إن علي القول وعليك الاستماع إنك كأنك في الرقة علينا وكأننا في الثقة بك منك لأن لن نظن بك خيرا قط إلا مناه ولن خفت على شيء قط إلا أمناه وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور وفي ذلك موقع الحز وإصابة المفصل وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس فرجاك لما من يرجهم له وأمنك على ما خافهم عليه بخير سالف وأجل ينتظر فقال النجاشي أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل وأن العيان ليس بأشفى من الخبر ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت ثفروقا إنه كما ذكرت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صدقا صادقا مصدقا وقد ماهعتك وماهعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين والثفروق علاقة ما بين النواة والقشر وتوفي النجاشي سنة تسع وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ذلك اليوم فخرج بالناس إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعة قلت وهذا وهم والله أعلم وقد خلط راويه ولم يميز بين النجاشي الذي صلى عليه وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه فهم اثنان وقد جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي وليس بالذي صلى عليه فصل وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس أعظيم طبق سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإني عليك إثم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وبعث به مع حاطب ابن أبي بلتعه فلما دخل عليه قال له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله مكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك فقال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه فقال حاطب ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فاقدما سواه إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وكل نبي أدرك قوما فهو من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه وأنت ممن أدركه هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به فقال المقوقس إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزجود فيه ولا يمهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحل الضال ولا الكاهن الكالب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخب والإخبار بالنجوى وسأنظر وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج للشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك ولم يزد على هذا ولم يسلم والجاريتان نارية وسرين والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية فصل وكتب إلى المنذر ابن ساوي فذكر الواقلي بإسناده عن عكلمة قال وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته سنسخته فإذا فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علاء ابن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي وكتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرضي نجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر ابن ساوي سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوتوا عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية فصل وكتب إلى ملك عمان كتابا وبعثه مع عمر بن العاص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجولندا سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكنا بدعاية الإسلام أسلم فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب قال عمر فخرجت حتى انتهيت إلى عمان فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسحلهما خلقا فقلت إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك فقال أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك ثم قال وما تدعو إليه قلت أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبل من دونه وتشهد أن محمدا عبده ورسوله قال يا عمر إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة قلت مات ولن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ووديت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام قال فمن تبعته قلت قريبا فسألني أين كان إسلامك قلت عند النجاشي وأخبرته أن النجاشي قد أسلم قال فكيف صنع قومه بملكه فقلت أقروه واتبعوه قال والأساقفة والرهبان تبعوه قلت نعم قال انظر يا عمر ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي قلت بلى قال بأي شيء علمت ذلك قال كان النجاشي يخرج له خرجا فلما أسلم مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني ذرهما واحدا ما أعطيته فبلغ هرقل قوله فقال له يناق أخوه أتدعو عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به والله لو لتظن بملك لصنعت كما صنع قال انظر ما تقول يا عمر قال والله صدقتك قال عبد فأخبرني من الذي يأمر به وينهى عنه قلت يأمر بطاعة الغهع الزوجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عباية الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي تأبعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن أخي أضل بملكه من أن يدعه ويصير بند قلت إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فربها على فقيرهم قال إن هذا لخلق حسن وما الصدقة فأخبرته مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل فقال يا عمر وتأخذ من سوائم المشان التي ترعى الشجر وترد المياه فقلت نعم فقال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عيبهم يطيعون بهذا قال فمكست ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بدبوعية فقال دعوه فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس فنبرت إليه فقال تكلم بحاجتك فدفعت إليه الكتاب مختوما ففرخ خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا أني رأيت أخاه أرق منه قال لا تخبرني عن قريش كيف قلعت فقلت تبعوه إما راغب في الدين وإما مقهور بالصيف قال ومن معه قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم نعهد الله إياهم أنهم كانوا في ضلال فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخير ويديد خضراءك فأسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخير والرجال قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا فرجعت إلى أخيه فقال يا عمر إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله ها هنا وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى قلت وأنا خارج غدا فلما أيقن بمخرجي خلى به أخوه فقال ما نحن فيما قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا وصدق النبي فل الله عليه وسلم وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم وكانا لي عونا على من خالف لي فصل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب اليمامة هوذة ابن علي وأرسل به مع سليط ابن عمر العامري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة ابن علي سلام سلام على من اتبع الهدى وعلم أن دين سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك وأجعل لك ما تحت يديك فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوما أنزل وحياه واقترأ عليه الكتاب فرد ردا دون رد وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله والعرب تهاب مكاني فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك وأجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال لو سألني سيابة والسياب مثل السحاب البلح قال الدينوري هو البسر الأخضر واحدته سيابة والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض قال لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت باد وباد ما في يديه فلما انفرس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي فقال قائل يا رسول الله من يقتله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وأصحابك فكان كذلك وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصار كان عند هوذه فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أجبه قال الأركون لماذا تجيبه قال دمئت بديني وأنا ملك قومي وإن تبعته لم أملك قال بلى والله لإن تبعته ليملكنك فإن الخير فلك في اتباعه وإنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى بن مريم وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل محمد رسول الله فصل في كتابه إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني وكان بدمشق بغوطتها فكتب إليه كتابا مع شجاع ابن وهب مرجعه من الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وفدق وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك وقد تقدم ذلك مرجعه في ابن سيد الناس وشرح المواهب وإلى هنا ينتهي الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد ننتقل بعده إلى الجزء الخامس معتذرين عن تسجيل الجزء الرابع نظرا لصدوره مستقلا تحت عنوان الطب النبوي للمؤلف نفسه وثوف نسجله بعنوانه الجديد عقب الانتهاء من تسجيل كتاب زاد المعاد إن شاء الله وبهذا ينتهي التسجيل على الشريط الثالث والأربعين ونبدأ الجزء الخامس من الكتاب على الشريط الرابع والأربعين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع والأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وبه يبدأ الجزء الخامس من الكتاب وهو مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم وكيف كان هديه في الحكم بين الناس ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية فصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ذهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة قال أحمد وعليه المديني هذا إسناد صحيح وذكر ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في أحكامه أنه صلى الله عليه وسلم سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فوجب عليه استثمام عطقه حتى باع غنيمة له فصل في حكمه في من قتل عبده روى الأوزاعي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة جندة ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم يقيده به وروا الإمام أحمد من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه فإن كان هذا محفوظا وقد سمعه منه الحسن كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة وأمر رجلا بملازمة غريمه كما ذكر أبو داود عن النضري ابن شميل عن الهرماس ابن حبيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي إلزمه ثم قال لي يا أخا من سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك وروا أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصادر وقال أبو عبيد أي بحبسه للموت حتى يموت وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي يخبس الممسك في السجن حتى يموت فصلا في حكمه في المحاربين حكم بقطع عيديهم وأرجلهم وسمي أعينهم كما سمنوا عين الرعاء وتركهم حتى ناتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرعاء فصل في حكمه بين القاتل ووليه المقتول ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاترف فقال دونك صاحبك فلن عل قال إن إن قتله فهو مثله فرجع فقال إنما أخذته بأمرك فقال صلى الله عليه وسلم أنا تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك فقال بلى فخلى سبيله وفي قوله فهو مثله قولان أحدهما أن القاتل إذا قيل منه سقط ما عليه فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة وهو لم يقل إنه بمنزلته قبل القتل وإنما قال إن قتله فهو مثله وهذا يقتضي الممثلة بعد قتله سلا إشكال في الحديث وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القوادي والعفو والثاني أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله إذ كان القاتل متعد بالجناية والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل ويدل على هذا التأويل ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بريرة رضي الله عنه قال أتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي مقتول فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إذا كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله وفي كتاب بن حبيب في هذا الحديث زيادة وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند يد وخطأ قلب فصل في حكمه بالقوض على من قتل جاريه وأنه يفعل به كما فعل ثبت في الصحيحين أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أي حلي فأخذ فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أن الجامل يفعل به كما فعل وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن ولي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ولم يكن إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه بل قتله حتما وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح فإن نقض العهد لا تلدخ رأسه بالحجارة بل يقتل بالسيف فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من ضرب امرأة حاملا فطرحها في الصحيحين أن امرأتين من هليل رمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة في الجنين وجعل بية المقتولة على عصمة القاتلة هكذا في الصحيحين وفي النساء فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي قضى عليها للغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نيراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي هذا الحكم أن شبه العند لا يوجب القود وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدوية وأن العاقلة هم العصبة وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة في من لم يعرف قاتله ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وقال البخاري وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا أمر لم نشهده ولم نره فقال فتبرئكم يهود بأيمين خمسين فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وفي لفظ ويقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده وفي بعضها وداه من إبل الصدقة وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم ألقى ديته على اليهود لأنه وجد بينهم وفي مسمى في عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا فجعل عقله على يهود وفي سنن النسائي فجعل عقله على اليهود وأعانهم ببعضها وقد تضمنت هذه الحكومة أمرا منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه ومنها القتل بها لقوله فيدفع برمته إليه وقوله في لفظ آخر وتستحقون دم صاحبكم فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعب وأيمان الأولياء في القسامة وهو مذهب أهل المدينة وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان والشافعي أكسه ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى ومنها أن أهل الذنة إذا منعوا حقا عليهم انتقب عهدهم لطوله صلى الله عليه وسلم إما أن تدوه وإما أن تأذنه بحرب ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحكم كتب إليه ولن يشخص ومنها جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه ومنها القضاء على الغائد ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من خمسين إذا وجدوا ومنها الحكم على أهل الذنة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين ومنها وهو الذي أشكل على كثير من الناس إعطاءه الدية من إبل الصدقة وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين وهذا لا يصح فإن غارم أهل الذنة لا يعطى من الزكاة وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها فللإمام أن يصرفه في المصالح وهذا أقرب من الأول وأقرب منه أنه صلى الله عليه وسلم وداه من جنده واقترب أدية من إبل الصدقة ويدل عليه فوداه من جنده وأقرب من هذا كله أن يقال لما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمه وحكم القضاء على الغارم لما غلمه لإصلاح ذات البين ولعل هذا مراد من قال إنه قضاه من سهم الغارمين وهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه لنفسه شيئا فإن الصدقة لا تحن له ولكن جرى إعطاء الدين منها مجرى إعطاء الغارم منه لإصلاح ذات البين والله أعلم فإن قيل فكيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود فيقال هذا مجمل لم يحفظ راويه أم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب إليهم أن يدرقتهم أو يأذنوا بحرب كان هذا كالإنزام لهم بالدية ولكن النبي حفظ أنهم أنكروا أن يكون مقتلوا وحلفوا على ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده فحفظوا زيادة على ذلك فهب أولى بالتقديم فإن قيل فكيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمه على اليهود وأعانهم لبعضها قيل هذا ليس لمحفوظ قطعا فإن الدية لا تلزم من الدعا عليهم بمجرد دعوة أولياء القتيل بل لابد من إقرار أو بيونة أو أيمان المدعين ولن يوجد هنا شيء من ذلك وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم أيمان القسامة على المدعين فأبوا أن يحرفوا فكيف يلزم اليهود بالدير بمجرد الدعوة فصل فصل في حكمهم صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا ذكر الإمام أحمد والمزار وغيرهما أن قوما احتفروا بئرا باليمن فسقط فيها رجل فتعلق بآخر والثاني بالثالث والثالث بالرابع فسقطوا جميعا فماتوا فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال اجمعوا من حفر البئر من الناس وقبع للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة والثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان والثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد وللرابع بالدية تامة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه القصة فقال هو ما قضى بينكم هكذا سياق البزار وسياق أحمد يحوه وقال إنهم أبوا أن يربوا بقضاء علي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند نقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي أبا برده ومعه الراية فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه تزوج امرأة أبيه أن أقتله أن أقتله وآخذ ماله وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس امرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه وذكر الجوز يعني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله ابن أبي المطرف رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف وقال نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة حده حد الزاني ثم قال أبو حنيفة إن وطئها بعقد عزر ولا حد عليه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه روابه فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تمر وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد وسقط الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له وقد أشتلى هذا القضاء على كثير من الناس فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده ما يتعلق عليه وتأوله بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل إنما أمر تخيفه ليزدجر عن مجيئه إليها قال وهذا كما قال سليمان للمرأتين التي اختصمت إليه في الولد علي بالسكين حتى أشق الولد بينهما ولم يفعل ذلك بل قصد استعلام الأمر من هذا القول ولذلك كان من تراجم دائمه على هذا الحديث باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة ضراءته وضراءة مارية وعلم وعلم أعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء الأمر كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه مريء من الريبة كف عن قتله واستغنى عن القتل بتبين الحال والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما فصلا في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتل يوجد بين قريتين روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقرب هنا وفي مصنف عبد الرزاق قال أمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهران ديار قوم أن الأيمان على المدعى عليهم فإن نكلوا حرث المدعون واستحقوا فإن نكل الفريقان كانت الدية نسفها على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي على القول برواية أبي سعيد فقال قلت بأبي عبد الله القوم القوم إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه ظلم فيه قوم فقال يعد عليهم إن عرف القوم قلت فإن لم يعرفوا قال يفرق على مساكين ذلك الموضع فقلت فمن حجة في أن يفرق على مساكين ذلك الموضع فقال عمر بن خطاب رضي الله عنه جعل البيت على أهل مكان يعني القرية التي وجد فيها القتل فأراه قال كما أن عليهم البيه هكذا يفرق فيهم يعني إذا ظلم قوم منهم ولن يعرفوا فهذا عمر بن خطاب رضي الله عنه قد قضى لموجب هذا الحديث وجعل البيت على أهل المكان الذي وجد فيه القتيل واحتج به أحمد وجعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم وأما الأثر الآخر فمرسل لا تقوم من مثله حجة ولو صح تعين القول من مثله ولم تجز مخالفته ولا يخالف باب الدعاوي ولا باب القسامة فإنه ليس فيه لوث لوث ظاهر يوجد تقديم المدعين فيقدم المدعى عليهم في اليمين فإذا نكلوا قوي جانب المدعين من مجهين أحدهما مجود القتير بين بهرانيهم والثاني نكؤلهم عن براءة ساحتهم باليمين وهذا يقوم مقاما الوثي الظاهر فيحلف المدعون ويستحقون فإذا نكل الفريقان كلاهما أورث ذلك شبهة مركبة من نكون كل واحد منهما فارن ينهض ذلك سببا لإيجاد كمال الدية عليهم إذ لم يحلفوا رماؤهم ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا فجعدت الدية النصفين ووجب نصفها على المدعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين ولم تجب عليهم بكمالها لأن خصومهم لم يحلفوا فلما كان اللوس متركبا من يمين المدعين ونكون المدعى عليهم ولم يتم سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف ووجب ما يقابل نكون المدعى عليهم وهو النصف وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها وبالله التوفيق فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمر ذكر عبد الرزاق في مصنفه وغيره من حديث بن جريح عن عمر بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقمني فقال حتى تبرأ جراحك فأبى الرجل إلا أن يستقيده فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم فصحى المستقاد منه وعرج المستقيد فقال أرجت وبرأ صاحبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فأسيتني فأبعدك الله وبطن عرجك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا استقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ فما كان من عرج أو شلل فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له قلت الحديث في مسنب الإمام أحمد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده متصل أن رجلا طعن طعن بقرن في ركبته فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقذني فقال حتى تبرأ جاء إليه فقال أقذني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد مهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرضتك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وفي سنن أدار قطني عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح وقد تبمت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره إما بمدنين أو بسراية مستقرة وأن سراية الجنية مضمونة بالقود وجواز القصاص فالضربة بالعصى والقرن ونحوهما ولا نسخ لهذه كقومة ولا معارض لها والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمين لا نفس القصاص فتأمله وأن المجني عليه إذا بادر واقتص من الجاني ثم سرت الجنية إلى عضو من أعضائه أو إلى نفسه بعد القصاص فالسراية هدر وأنه اكتفى بالقصاص وحده دون تأذير الجاني وحبسه قال اعطاء الجروح القصاص وليس للإمام أن يضربه ولا يستنى إنما هو القصاص وما كان ربك نسيا ولو شاء لأمر بالدرم والسجن وقال مالك يقتص منه بحق آدمي ويعاقب لذرأته والجنهور يقولون القصاص يذني عن العقوبة الزائدة فهو كالحد إذا أقيم على المحدود لن يحتج معه إلى عقوبة أخرى والمعاصي ثلاثة أنواع نوع عليه حد مقدر فلا يجمع بينه وبين التعزير ونوع لا حد فيه ولا كفارة فهذا يردع فيه بالتعزير ولو عن فيه كفارة ولا حد فيه كالوطئ في الإحرام والصيام فهن يجمع فيه بين الكفارة والتعزير على قذلين العلماء وهم واجهان لأصحاب أحمد والقصاص يجري مجرى الحد فلا يجمع بينه وبين التعزير فصل فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النبر اختر الربيع لطمت جارية فكسرت سنها فاختسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانه لا والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص فقالت لا والله لا يقتص منها أبدا فعف القوم وقد أديره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من عضى يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثانية العض بإهدارها ثمتت الصحيحين أن رجلا أعبا ين رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثانياه فاختسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعب أحدكم أخاه كما يعب الفحي لا ليتلك وقد تضمنت وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه بيدي الظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك فهو مجرم غير مضمون فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحلفه بحصات أو رود ففقع عينه فلا شيء عليه ثبت في الصفيحين من حديث أبي هريرح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحلفته بحصات ففقعت عينه لن يكن عليك ذناح وفي لفظ فيهما من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا بيت له ولا قصاص وفيهما أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص وجعل يختله اختله ليطعنه فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاء الحديث منهم الإمام أحمد والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ذكرهم ماجه في سننه وقضى أن لا يقتل الوالد من ولد ذكرهم سائي وأحمد وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر وقضى أن من قتل له سأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذ العقل وقضى أن في بوية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشر من الإبل وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل وأنها كلها سواء وقضى في المراضح بخمس خمس وقضى في العين السادة بمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها وقضى في الأنف إذا جبع كل دية كاملة وإذا جبعت أرلمته بنصف الدية وقضى في المأمومة بثلث الدية وفي الجائفة بثلثها وفي المنطلة بخمسة عشر من الإبل وقضى في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية وفي البيضتين بالدية وفي الذكر بالدية وفي السلب بالدية وفي العينين بالدية وفي إحداه بنصفها وفي الرجل الواحدة بنصف الدية وفي الأدي بنصف الدية وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة وقضى أن نبيه الخطأ على العاقلة مئة من الإبل واختلفت الرواية عنه في أسنانها ففي السنن الأربعة عنه من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ثلاثون من تمخاض وثلاثون من تلبون وثلاثون حقة وعشرة من لبون ذكر قال الخطبي ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا وفيها أيضا من حديث بن سعود أنه أخمس عشرون بنت مخاض وعشرون بنت ربيون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة وقدع في العنبي إذا رضوا بضية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خلفة وما سوركوا عليه فهوء لهم فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث بن سعود رضي الله عنهم وجعل الشافعي ومالك مدنى ابن مخاض ابن نبون وليس في واحد من الحديثين وفرضه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألف شاه وعلى أهل الحل مئتي حلة وقال عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة ديار أو ثمانمائة أولاف درهم وذكر أهل السنم الأربعة من حديث أكلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته إثني عشر ألفا وثبت عن عمر أنه خطب فقال إن الإبل قد غلت ففرقها على أهل الذهب فربها على أهل الذهب ألف المنار وعلى أهل الورق إثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألف شاه وعلى أهل الحلل مئتي حلة وترك دية أهل الذهب فلم يرفعها فيما رفع من الدية وقد روى أهل السنم الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر ولفظ المهجة قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى واختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك ديته نصف دية المسلمين في الخطأ والعند وقال الشافعي ثلثها في الخطأ والعند وقال أبو حليفة بل كدية المسلم في الخطأ والعند وقال الإمام أحمد مثل دية المسلم في العند وعنه في الخطأ روايتان إحداهما نصف الدية وهي ظاهر مذهبه والثانية ثلثها فأخذ مالك بظاهر حديث عمر بن شعيب واخذ الشافعي لأن عمر جعل ديته أربعة آلاف وهي ثلث دية المسلم واخذ أحمد بحديث عمر إلا أنه في العند ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص وهكذا عنده من سقط عنه القصاص بعفت عليه الدية عقوبة نص عليه توقيفا وأخذ أبو حنيفة بنه وأصله من جريان القصاص بينهما فتتساوى ديتهما وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره النسائي فتصير على النص من ديته وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منه الزوج وولد المرأة القاتلة وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودى بقدر من أدى من كتابته دية الحر ومن بطي فدية المنوك قلت يعني قيمته وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب وإبراهيم بن خعي ويذكروا رواية عن أحمد وقال عمر إذا أدى شطر كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا وبه قضى عبد الملك بن مروان وقال ابن مسعود إذا أدى الثلث وقال عطاء إذا أدى ثلاثة أرماع كتابة فهو أرين والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ولم يعلم نسخه وأن الحديث أن مكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا معارضة بينه والأمي فإنه في الرئيس ولا تحصل حريتهم التامة إلا بالأداء فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك ذنون قال لا قال أحسنت قال نعم فأمر به فرجنا في المسلى فلما أنلقته الحزارة فر فأبرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وسلى عليه وفي لفظ لهما أنه قال أحق ما بلغني عنك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية بني فلان فقال نعم قال فشهد على نفسه أربع شهادات ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال أحسنت قال نعم ثم أمر به فرجم وفي لفظ لهما فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال أحسنت قال نعم قال اذهبوا به فرجمه وفي لفظ وفي لفظ من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نبرت قال لا يا رسول الله قال أنكتهى لا يكني قال نعم فعند ذلك أمر برجمه وفي لفظ لأبي داود أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يرد عنه فأقبل في الخانسة قال أنكتهى قال نعم قال حتى غاب ذلك منها في ذلك ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب الميل في المكحلة مكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري من الزنا قال نعم أتيت منهم حراما ما يأتي الرجل من رأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطحرني قال فأمر به فرجم وفي السنم أنه لما وجد مس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي وفي صحيح مسلم فجاءت الغانبية فقالت يا رسول الله إني قد زهيت فطحرني وأنه ردها فلم يكانني من غد قالت يا رسول الله لم تردني لم تردني لعلك أن تردني كما رددت من عزا فوالله إني محبلا قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أذت سبيه في خرقة قالت هذا قد ولدته قال الهبي فأرضعيه حتى تفطنيه فلما وطرته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطرته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن وليد بحجر فرمى رأسها فانتبح الدم على وجهه فسبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا من خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت طيبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم قمر بها فصلى عليها ودفنت وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه من زناء ولن يحصل بنفي عام وإقامة الحد عليه وفي الصحيح أن رجلا قال له أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقبلوا لنا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته فافتديت منه بمئة شأة وخادم وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها وفي صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فتضمنت فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات وأنه إذا أقر دون الأربع لن يلزم بتكمير نصاب الإقرار بل الإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكمير الإقرار وأن إقرار زائر العقل بجنون أو سكر ملغى لا عبرة به وكذلك طلاقه وعتقه وأيمينه ووصيته وجواز إقامة الحد في المسلى وهذا لا يناقض له أن تقام الحدود في المساجد وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده القدم كما لو زنى بحرة وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر وأنه يذب استفسار المقر في محل الإجمال لأن اليد والثم والعين لما كان استنتاعها زنى استفتر عنه دفعا لإحتماله وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحرين لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنى فقال أتيت منها حراما ويأتي الرجل من أهله حلالا وأن الحد لا يقام على الحامل وأنها إذا وردت الصبي تنهلت حتى ترضيعه وتفطنه وأن المرأة يخفر لها دون الرجل وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا وأنه فلى على من قتل في حد الزنى وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وفر ترك ولم يتمم عليه الحد فقيل لأنه رجوع وقيل لأنه توبة قبل تكنير الحد فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة لن يقم عليه حد القلث مع حد الزنى وأن ما قبل من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده وأن الإمام له أن يوكل في استفاء الحد وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجن والرجم لأنه صلى الله عليه وسلم لن يجلد من العزم ولا الغامبية ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها وهذا قول جنهور وحديث الربادة خذوا عني قد جعل الله له سبيلا الثيب بالثيب جنب مئة والرجم من سوخ فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزان ثم رجم من العزم والغامبية ولم يجلد وهذا كان بعد حديث عبابة بلا شك وعما حديث جابر في السنن أن رجلا زن فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم قر أنه محصن فأمر به فرجم فقد قال جابر في الحديث نفسه إنه لم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم رواه أبو داود لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه وفيه أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه وإن لم يسمعه معه شاهدان نص عليه أحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنيس فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمها وأن الحكم إذا كان حقا محوا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم وأن الحد إذا وجب على امرأة جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها ولا يحضرها وترجم النسائي على ذلك صونا للنساء عن مجلس الحكم وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحرف على أن هذا حكم الله عز وجل إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ريب وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود وفيه نظر فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا وقال مالك لا تغريب على النساء لأنهن عورة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام ثبت في الصحيحين والمسانيت أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا فذكروا له أن رجلا منهم ومرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجلون في التوراة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرع ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد إن فيها الرجم فأمر به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأن الذنمي يحصن الذنمية وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ومن لم يقل بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث فقال مالك في غير الموطأ لم يكن اليهود بأهل ذنه والذي في صحيح بخاري أنهم أهل ذنه ونشك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم ودينهم ولم يكونوا إذ ذاك حربا كيف وقد تحكموا إليه وردوا بحكمه وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف وفي بعض طرقه أنهم دعوه إلى بيت ندراسهم فأتاهم وحكم بينهم فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك وقال الطائفة أخرى إننا رجمهما بحكم التوراة قالوا سياق الكصة سريح في ذلك وهذا مما لا يجدي عليهم شيئا ألبتة فإنه حكم بينهم بالحق المحط فيجب اتباعه بكل حال فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال الطائفة رجمهما سياسة وهذا من أقبح الأقوال بل رجمهما بحكم الله الذي لا حكم سواه وتبمنت هذه الحكومة أن أهل الذن إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام وتبمنت قبول شهادة أهل الذن بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يقر ولم يشهد عليهم المسلمين فإنهم لم يحضروا زنهما كيف وفي السنن في هذه القصة فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة وفي بعض طرق هذا الحديث فجاء أربعة منهم وفي بعضها فقال لليهود ائتوني بأربعة منكم وتضمنت الاكتفاء بالرجم وأن لا يجمع بينه وبين الجلد قال ابن عباس الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص وهو قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب واستنبطه غيره من قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا قال الزهري في حديثه فبلغنا أن هذه الآية أزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته في المسند والسنن الأربعة من حديث قتاده عن حبيب ابن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن ابن حمين وقع على جارية امرأته فرفع إلى المعمال بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رفو الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة جلدة وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مئة قال التلمذي في إسناد هذا الحديث اضطراب سمعت محمدا يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب ابن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد ابن عرفطة وأبو بشر لم يسمعه أيضا من حبيب ابن سالم إنما رواه عن خالد ابن عرفطة وسألت محمدا عنه فقال أنا أنفي هذا الحديث وقال النسائي هو مضطرب وقال أبو حاتم الرازي خالد ابن عرفطة مجهول وفي المسمد والسنن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة ابن المحدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها فاختلف الناس في القول بهذا الحكم فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان قتاده وأبو بشر ولم يعرف فيه قدح والجهالة ترتفع عنه بلواية ثقتين والقياس وقواعد الشريعة يقتد القول للموجب هذه الحكومة فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسكت التعزير فكانت المئة تعزيرا فإذا لم تكن أحل كان زنا لا شبهة فيه ففيه الرجم فأي في هذه الحكومة مما يخالف القياس وأما الحديث سلمة ابن المحبق فإن صح تعين القول به ولم يعدل عنه ولكن قال النسائي لا يصح هذا الحديث قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة ابن المحبق شيخ الله يعرف ولا يحدث عنه لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة ابن حريث وقال البخاري في التاريخ قبيصة ابن حريث سمع سلمة ابن المحبق وفي حديثه نظر وقال ابن منذر لا يثبت خبر سلمة ابن المحبق وقال البنفقي وقبيصة ابن حريث غير معروف وقال الخطبي هذا حديث منكر وقبيصة غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع وطائفة أخرى قبلت الحديث ثم اختلفوا فيه فقال الطائفة هو من سوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وقال الطائفة بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها ولم تبقى ممن تصلح لها ولحق به العار وهذه المثلة المعنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها وقد تضمن أمرين إتلافها على سيدتها والمثلة المعنوية بها فيلزمه غرامتها لسيدتها وتعتق عليه وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فتلزمه قيمتها لها ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة قالوا ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي إن كذا هما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت مطوئة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء فهذا الحكم من أحسن الأحكام وهو موافق للقياس الأصولي ومن جملة فالقول به مبني على قبول الحديث ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم فصل ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن وحكم به أبو بكر الصديق وكتل به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة وكان علي أشدهم في ذلك وقال ابن القصار وشيخنا أجمعت الصحابة على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله فقال أبو بكر الصديق يرمى من شاهق وقال علي رضي الله عنه يهدم عليه حائق وقال ابن عباس يقتلان بالحجارة فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من وطئ ذات محرم لأن الوطأ في المؤضعين لا يباح للواطئ بحال ولهذا جمع بينهما في حديث بن عباس رضي الله عنهما فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه وروا أيضا عنه من وقع على ذات محرم فاقتلوه وفي حديثه أيضا بالإسناد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وهذا الحكم على وفق حكم الشارع فإن المحرمات كلما تغلغت تغلغت عقوباتها ووطئنا لا يباح بحال أعظم جرما من وطئ ما يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم لواطي سواء فيقتل بكل حال أو يكون حده حد الزاني واختلف السلف في ذلك فقال الحسن حده حد الزاني وقال أبو سلمة عنه يقتل بكل حال وقال الشعبي والنخعي يعزر وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك وهو راوي الحديث فصل وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا بامرأة معينة بحد الزنا دون حد القذف ففي السنة من حديث سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها فتضمنت هذه الحكومة أمرين أحدهما أجوب الحد على الرجل وإن كذبته المرأة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد الثاني أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة وأما ما رواه أبو جاود في سننه من حديث بن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مئة جلدة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلد حد الفريح ثمانين فقال النسائي هذا حديث منكر انتهى وفي إسناده القاسم ابن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد وقال ابن حبان بطل احتجاج به فصل وحكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن من جلد وأما قوله تعالى في الإناء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهم نصف ما على المحسنات من العذاب فهو نص في أن حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد وأما قبل التزويج فأمر بجلدها وفي هذا الجلد قولان أحدهما أنه الحد ولكنه يختلف الحال قبل التزويج وبعده فإن للسيد إقامته قبله وأما بعده فلا يقيمه إلا الإمام والقول الثاني أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها ولو بظفير وفي لفظ فليضربها كتاب الله وفي صحيحه أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد من فاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فإن التعذير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله تعالى وقد ثبت التعذير بالزيادة على العشرة جنسا وقدرا في مواضع عديدة لم يثبت نسخها ولم تجمع الأمة على خلافها وعلى كل حال فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله وإلا لم يكن للتقييد فائدة فإما أن يقال قبل الإحصان لا حد عليها والسنة الصحيحة تبطل ذلك وإما أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله وإما أن يقال جلدها قبل الإحصان تعذير وبعده حد وهذا أقوى وإما أن يقال الافتراق بين الحالتين في إقامة الحد لا في قدره وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام وهذا أقرب ما يقال وقد يقال إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لألا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزور التنصيف ويصير حدها حد الحرة كما أن الجلد زال عن البكر بالإحصان وانتقل إلى الرجم فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان تنبيها على أنه إذا اكتفي به فيها ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى والله أعلم وقبى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريض زنى ولم يحتمل إقامة الحد بأن يؤخذ له عثكال فيه مئة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة فصل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء فجلد رجلين وامرأة وهما حسان بن ثابت ومستح بن أثافة قال أبو جعفر أن فيلي ويقولون المرأة حملة بنت جحش وحكم في من بدل منه بالقتل ولم يخص رجلا من امرأة وقفل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والمعال وضربه أربعين وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على الأربعين وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد من خمر ثمانين وقال ابن عباس رضي الله عنه لن يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة واختلف الناس في ذلك فقيل هو منسوخ وناسخه لا يحل دمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وقيل هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام وقيل ناسخه حديث عبد الله بن حمار فإنه أتي به مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله وقيل قتله تعزير بحسب المسلحة فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمان قتله تعزيرا لا حدا وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ايتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وقبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنهم وحديث قبيصة فيه جلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ فإنه قال فيه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة رواه أبو داود فإن طيل فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت لأبي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن لفظ أبو داود ولفظهما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه قيل المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود وإلا فعلي رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها أربعين وقوله إنما هو شيء قلناه نحن يعني التقدير بثمانين فإن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا بثمانين فأنضاها ثم جلد علي في خلافته أربعين وقال هذا أحب إلي ومن تأمل الأحاديث رعاها تجل على أن الأربعين حد والأربعون الزائبة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم والقتل إما منسوخ وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباطون فله ذلك وقد حلف فيها عمر رضي الله عنه وحلق وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالآئمة وبالله التوفيق فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار وصح عنه أنه قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة وكان كل منهما ذا ثمن وصح عنه أنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده فقيل هذا حبل السفينة وبيضة الحديد وقيل بل كل حبل وبيضة وقيل هو إخبار بالواقع أي إنه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه أن منهما يساوي دراهم وحكم في مرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها وقال أحمد رحمه الله لهذه الحكومة ولا معارض لها وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المتهد والمختلس والخائن والمراد بالخائن خائن وليعه وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن مستعيرة الجاحدة قطعها وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر فتأمله وذلك تعريف للأعمة بمراد الله من كلامه وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن سارق الثمر والكثر وحكم أن من أصاب منه شيئا بثمه وهو محتاج فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومن سرق منه شيئا في الجرينه وهو بيدره فعليه القطع إذا بلغ ثمنا مجن فهذا قضاؤه الفصل وحكمه العدل وقضى في الشتات التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وقضى بقطع سارق لداء سفوان بن أمية وهو مائم عليه في المسجد فأراد سفوان أن يهبه إيهبه إياه أو يبيعه منه فقال هل لا كان قبل أن تأتيني به وقطع سارقا سرق ترسا من سفة النساء في المسجد ودرأ القطع عن عبد من رقيق الحمس سرق من الحمس وقال ما لله سرق بعضه بعض رواه من ماجه ورفع إليه سارق فاعترف ولم يوجد معه متاع فقال له ما إخاله سرق قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع ورفع إليه آخر فقال ما إخاله سرق فقال بلى فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه ثم أتوني به فقطع ثم أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تب إلى الله فقال تبت إلى الله فقال تاب الله عليك وفي الترميلي عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عمقه قال حديث حسن فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقه روى جاود عن أزهر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكة فأتوا المعمال بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ذهوركم مثل اللذي أخذت من ذهورهم فقالوا هذا حكمك فقال حكم الله وحكم رسوله فصل وقد تضمت هذه الأقضية أمورا أحدها أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع بينار الثاني تنواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم كما لعن السارق ولعن آكل الربا وموكلة ولعن شارب الخمر وعاصرها ولعن من عمل عمل قوم لوط ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر ولا تعارض بين الأمرين فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتضم وأن المعين فقد يقوم به ما ينع لحوق اللعن به من حسنات ميحية أو توبة أو نصائب مكفرة أو عفو من الله عنه فتلعن الأمواع دون الأعيان الثالث الإشارة إلى سد الزرائع فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطع يده الرابع قطع جاحد العالية وهو سارق شرعا كما تقدم الخامس أن من سرق ما لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله فقال كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين سرقة الثنار المعلقة والشاتي من المرتع السادس اجتماع التعزير مع الغرم وفي ذلك الجمع بين العقوبتين مالية وبدنية السابع اعتبار الحرز فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه وقول الجمهور أصح فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال حالة لا شيء فيها وهو ما إذا أكل منه بفيه وحالة يغرم مثليه ويدرب من غير قطع وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينته فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته ويدمر عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشات من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها الثامن إثبات العقوبات المالية وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه التاسع أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان سواء كان في المسجد أو في غيره العاشر أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسا وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره ومن لم يقطعه قال له فيها حق فإن لم يكن له فيها حق قطع كالذمي الحادي عشر أن المطالبة في المسروق شرط في القطع فلو هبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا كان قبل أن تأتيني به الثاني عشر أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه وفي السنن عنه إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع الثالث عشر أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع الرابع عشر أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده مرة فقال ما إخالك سرقت فقال ملا فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين الخامس عشر التاريض للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه وليس هذا حكم كل سارق بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله تعالى السالس عشر أنه يجب على الإمام حسنه بعد القطع لأنه يتلف وفي قوله احسنوه دليل على أن مؤنة الحسن ليست على السارق السابع عشر تعليق يد السارق في عمقه تنكيلا له وبه ليراه غيره الثامن عشر ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الريبة وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمه وحبس في تهمه التاسع عشر وجوب تخلية المتهم إذا لن يظهر عنده شيء من متهم به وأن المتهم إذا رضي بضرب المتهم فإن خرج ناله عنده وإلا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك وهذا كله من أمارات الريبة كما قضى به المعنان البشير رضي الله عنه وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرون ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصى ونحوهما فصل وقد القرى روى عنه أبو داود أنه أمر بقتل سارق فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جئ به ثانيا فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جئ به في الثالثة فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جئ به رابعة فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه فأتي به في الخامسة فأمر بقتله فأمر بقتله فقتلوه فاختلف الناس في هذه الحكومة فالنسائي وغيره لا يصححون هذا الحديث قال النسائي هذا حديث منكر ومصعب ابن ثالث ليس بالقوي وغيره يحسنه ويقول هذا حكم خاص لذلك الرجل وحده لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله وطائفة ثالثة تقبله وتقول به وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة ومن من ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية وفي هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم السالسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله واختلف السحابة هل يؤتى على أطرافه كلها أم لا على قولين فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يؤتى عليها كلها وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية لا يقطع منه أكثر من ين ورجل وعلى هذا القول فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس أو ذا العدو رضوين من شق فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط أو أقطع الرجل اليسرى فقط فإن قلنا يؤتى على أطرافه لم يؤثر ذلك وإن قلنا لا يؤتى عليها قطعت رجله اليسرى في الصورة الأولى ويده اليمنى في الثانية على العلتين وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى لم يقطع على العلتين وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط لم تقطع يمناه على العلتين وفيه نظر فتأمل وهل قطع رجله اليسرى يلتنم على العلتين فإن علمنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله وإن علمنا بذهاب عدوين من شق لم تقطع وإن كان أقطع اليدين فقط وعلمنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله اليسرى وإن علمنا بذهاب عدوين من شق لم تقطع هذا طرد هذه الطاعدة وقال صاحب المحرر فيه يقطع يمنا يديه على الروايتين وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين والذي يقال في الفرق أنه إذا كان أقطع الرجلين فهو كالمقعد وإذا قطعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره وإذا كان قطع اليدين لم ينتفع إلا برجليه فإذا ذهبت إحدى هما لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يد ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم أو ذنبه أو معاهد ثمت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاه من السب وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه وأمن الناس يوم الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه وهم أربعة رجال وامرأتان وقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وأهضر دمه ودم أبي رافع وقال أبو بكر صديق رضي الله عنه لأبي بردة الأسلمي وقد أراد قتل من سبه ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاء خلفائه من بعده ولا مخالف لهم من الصحابة وقد أعاذهم الله من مخالف بهذا الحكم وقد روى أبو دعود في سننه عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتن النبي صلى الله عليه وسلم يتقع فيه فخلقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنه قال هجت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها فقال رجل من قومها أنا فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح فيها عنزان وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشائير وهو إجماع السحابة وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال قتل عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال عمر رضي الله عنه من سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتابوا فإن رجع وإلا قتل وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو ذهر به فقد نقض العهد فاقتلوه وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر رضي الله عنه لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا والأثار عن الصحابة بذلك كثيرة وحكر غير واحد من الأعمة الإجماع على قتله قال شيخنا وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين والمقصود إنما هو ذكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه في من سبه وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله اعدل فإنك لم تعدل وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك وفي قصده بقوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو في خلوته بقوله يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به وغير ذلك فذلك أن الحق فله أن يستغفيه وله أن يتركه وليس لأمته ترك استفاء حقه صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة ولأن لا ينفر الناس عنه ولأن لا يتحدث أنه يقتل أصحابه وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من سمه ثمت في الصحيحين أن يهودية سمته في شاه فأكل منها لقمة ثم لفظها وأكل معه بشر بن براء فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها هكذا في الصحيحين وعند أبي جاود أنه أمر بقتلها فقيل إنه عفى عنها في حقه فلما مات بشر بن براء قتلها به وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما يعلم به دون آكله فمات به وقيد منه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر في الترميبي عنه صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف والصحيح أنه موقوف على جندب ابن عبد الله وصحى عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله وصحى عن حفصه رضي الله عنها أنها قتلت مدبرة سحرتها فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره ورؤي عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها ورؤي أنها باعتها ذكره من موذر وغيره وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود فأخذ بهذا الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله وأما مالك وأحمد رحمه الله فإنهما يقتلانه ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يقتل واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم يقم عليه بيينه وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يسئل على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر فكيف لو قتله قصم في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل يما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيرا لقريش وأعطاه كتابا مختوما وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين فقتلوا عمر بن الحضرمي وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كريسان وكان ذلك في الشهر الحرام فعنفهم المشركون ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ويخراج أهله منه أكبر عند الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين ودعثت إليه قريش في فدائهما فقال لا حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبه في المغزوان فإن نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فلما قدم فادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم وقسم الغنيمة انتهى الشريط الرابع والأربعون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الخامس والأربعين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الخامس والأربعون من كتاب زاد المعاد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل وذكر من وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنيمة وودى القتيل والمعروف في السير خلاف هذا وفي هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة وهو قول مالك وكثير من السلف ويدم عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفيها أنه لا يشترط في كتاب الإيمان والحاكم أربيينه ولا أن يقرأه الإيمان والحاكم على الحامل له وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه مع رسله ويسيرها إلى من يكتب إليه ولا يقرأه على حاملها ولا يطيم عليها شهدين وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس ثبت أن حاطب ابن أبي بلتعه لما جس عليه سأله عمر رضي الله عنه ضرب عنقه فلم يمكنه وقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد تقدم حكم المسألة مستوفى واختلف الفقهاء في ذلك فقال سحن إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتري ولم يستتب وماله لورثته وقال غيره من أصحاب مالك رحمه الله يجنب بلد المجيعة ويطال حمسه وينفى من موضع يقرب من الكفار وقال ابن القاسم يقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله لا يقتل والفريقان احتجوا بتصة حاطب وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم ووافق المعقيل من أصحاب أحمد مالكا وأصحابه فصل في حكمهم في الأسرع ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرع أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم وفق بعضهم بمال وبعضهم بأسرع من المسلمين واسترق بعضهم ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا فقتل يوم بدر من الأسرع عقمة من أبي معيط والنضر بن الحارث وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرع وفاد أسرع بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة وفاد بعضهم على تعلين جماعة من المسلمين الكتابة ومن على أبي عزة الشاعر يوم بدر وقال في أسر مدر لو كان المطعم المعدوه حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين وفدى رجالا من المسلمين ممرأة من السبي استوهبها من سلمة من الأكوى ومن على ثمامة من أسار وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش فكان يقال لهم اطلقا وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة واسترق من أهل الكتاب وغيرهم فسبايا أوطاس وبني المستلق لم يكونوا كتابيين وإنما كانوا عرية أوثان من العرب واسترق الصحابة من سبيبني حنيفة ولم يكونوا كتابيين وقال أن عباس رضي الله عنهما خير رسول الله سل الله عليه وسلم في الأسرى بين الفناء والمن والقتل والاستعماد يفعل ما يشاء وهذا هو الحق الذي لا قول سواه فصل وحكم في اليهود لعبة قضايا فعاهدهم أول مقدمه المدينة ثم حاربه من قيمقاع فظفر بهم ومن عليهم ثم حاربه من نظير فظفر بهم وأجلاهم ثم حاربه من قريبة فظفر بهم وقتلهم ثم حاربه أهل خيبر فظفر بهم وأقرهم في أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم ولما حكم سعد بن معال في بني القريبة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنى أنوالهم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات وتبمنه بالحكم أن ناقض العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان نقضهم بالحرب ويعودون أجل حرب وهذا عين حكم الله عز وجل فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر حكم يومئذ بإقرار يهود فيما على شطر ما يخرج منها من ثمر أمزر وحكم بقتل ابني ابن الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من أموالهم فكثموا وغيبوا وحكم بعقوبة المتهم لتغييب المال حتى أقر به وقد تقدم ذلك مستوفا في غزمة خيبر وكانت لأهل الحديبية خاصة ولم يغب عنها إلا جاء برم عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حكم بأن من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو دخل المسجد أو وضع السلاح فهو آمن وحكم بقتل نفر ستة منهم بقيس بن صبابة وابن خطل ومغنيتان كانتا تغنيان بهجاعه وحكم بأنه لا يجهز على جريح ولا يتبع هدبر ولا يقتل أسير ذكره أبو عبيد في الأموال وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر ثم قال لهم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كلها وبه أخذ جمهور الفقهاء وحكم أن السلب للقاتل وأن حكمه بإخراج الخمس فقال ابن إسحاق كانت الخيل يوم من القريضة ستة وثلاثين فرسا وكان أول فيء وقعت فيه السثنان وأخرج منهم الخمس ومضت به السنة ووفقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق فقال إسماعيل وأحسب أن بعضهم قال ترك أمر الخمس بعد ذلك ولم يأتي في ذلك من الحديث ما فيه بيان شافل وإنه جاء ذكر الخمس يقينا في غنائم حنين وقال الواقعي أول خمس ونس في بل قيمقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام نزلوا على حكمه فصالحه على أن له أموالهم ولهم النساء والذرية وخمس أموالهم وقال عبادة بن الصامت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلما نزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة استورت على العسكر والغنينة فلما رجع النذين طلبوهم قالوا من المثل نحن طلبون العدو وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق به لأن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينير العدو غيرته وقال الذين استولوا على العسكر هو لنا نحن حويناه فعنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بواء قبل أن ينزل واعلم أن ما غننتم من شيء فأن لله خلسه وقال القاضي إسماعيل إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال من النظير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار سهل بن خليف وأبي دجانه والحارث بن السمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرهم الأنصار ثمارهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم قسمت أموال من النظير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتهم في ثماركم وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم فقالوا بل تعطيهم دوننا ونمسك ثمارنا فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين فاستغنوا دون أخذوا واستغنوا الأنصار لما رجع إليهم من ثمارهم وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة فصل وكان تلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما من الشام لم يشهد بدرع فقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سحنهما فقال وأجوروا يا رسول الله فقال وأجوركما وذكر من الشام وابن حبيب أن أبا نبابه والحارث بن حاطب وعاصم بن عبيد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم وأمر أبا نبابه على المدينة وابن أم مكتوم على الصلاة وأسهن لهم والحارث بن الصنة كسر من روحاء فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه قال ابن الشام وخوات بن جبير ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يختلف أحد أن عثمان بن عثان رضي الله عنه تخلف عن امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه فقال وأجري يا رسول الله قال وأجرك قال ابن حبيب وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون أن لا يقسم لغائب قلت وقد قال أحمد ومالك وجمعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهمه قال ابن حبيب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصديان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنيمة فصلا وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منهم ببعير فهذا في التقويم وقسمة الميال المشترك وأما في الهدي فقد قال جابر نحرمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا في الحديبية وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضا أن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وكلاهما في الصحيح وفي السنة من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن علي مننه وأنا نسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره أن يبتع سبع شياه فيذبحهم فصل حكم النبي صلى الله عليه وسلم من السنب كله للقاتل ولم يخمسه ولم يجعله من الخمس بل من أصل الغنيمة وهذا حكمه وقضاؤه قال البخاري في صحيحه السنب للقاتل إنما هو من غير الخمس وحكم به بشهادة واحد وحكم به بعد القتل فهذه أربعة أحكام تضمنها حكم صلى الله عليه وسلم السنب لمن قتل قتلا وقال مالك وأصحابه السنب لا يكون إلا من الخمس وحكمه حكم النفي قال مالك ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا فعله في غير يوم حنين ولا فعله أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما قال ابن مواز ولم نعطي غير البراء ابن مالك سلب قتله وخمسه قال أصحابه قال الله تعالى واعلموا إنما غننتم من شيء فأنا لله خمسه فجعل أربعة أخناس الغميمة لمن غنمها فلا يجوذ أن يؤخذ شيء مما يجعله الله لهم من احتماله وأيضا فلو كانت هذه الآية إنما هو في غير الأسلاب لن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه إلى حنين وقد نزلت في قصة بدر وأيضا إنما قال إن قتل قتيلا فله سلبه بعد أن ورد القتال ولو كان أمرا متقدما لعلمه أبو قتاله فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أكابل الصحابة وهو لم يطلبه حتى سمع نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ذلك قالوا وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه مشهادة واحد بلا يمين فلو كان من الرأس الغمينة لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاك من البينات أو شاهر بيمين قالوا وأيضا فلو وزب للقاتل ولم يجد بينا لكان يوقف كان يقطف ولا يقسم وهو إذا لم تكن بينا يقسم فخرج من معنى الملك ودل على أنه إلى اجتهاب الإمام يجعله من الخمص الذي يجعل في غيره هذا مجموع محتج به لهذا القول قال الآخرون قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قبل حنين بستة أعوام فذكر المخاري في صحيحه أن معاذ إن عمر من جمح ومعاذ إن عفراء الأنصاريين ضربا أما جهن بن نشان يوم مدر مسيفيهما حتى قتلاه فانصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكم قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر إلى السيفين فقال كنا كنا قتله وسلبه لمعاذ بن عمر ابن جموح وهذا يدل على أن كون السلب للقاتل أمر مقرر معلوم من أول الأمر وإنما تجدد يوم حنين الإعلام العام والميدات به لا شرعيته وأما قول ابن المواز إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا شهادة على النفي فلا تسمع الثاني أنه يجوذ أن يكون ترك المنادات بذلك على عهدهما اكتفاءا بما تقرر وثبت من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه حتى لم صح عنهما ترك ذلك تركا صحيحا احتمال فيه لم يقدم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله ولم يؤفي غير البراء إذن ملك سلب قتل به فقد أعطى السلب لسلبة من الأكواع ولمعاذ بن عمر وعلي أبي طلحة الأنصاري قتل عشرين عام حولين فأخذ أسلامهم وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح فالشهادة عن النفي لا كأتكاد تسلم من النقط وعن قوله وخمسه فهذا لم يحفظ به أثر أربته بل المحفوظ خلافه ففي سنم أبي داود عن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وعن قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فهذا عام والحكم بالسلب للقاتل خاص ويجوز تخصيص عموم الكتال بالسنة ونظائره معلومة ولا يمكن دفعها وقوله لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال جوابه من وجهين أحدهما أنها لم نجعل السلب لغير الغانمين الثاني إنما جعلناه يلقاتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالاحتمال ولم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الآلة إلى يوم حنين كما ذكرتم بل قد حكم بذلك يوم مدر ولا ينمع كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل وأن كون أبي قتاذا لم يطلبه حتى سمع من يادئ النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فلا يدل على أنه لم يكن متقررا معلوما وإنما سكت عنه أبو قتاله لأنه لم يكن يأخذه من جرد بعواه فلما شهد له به شاهد أعطاه والصحيح أنه مكتفى في هذا بالشاهد الواحد ولا يحتاج إلى شاهد آخر ولا يمين كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارضة لها وقد تقدم هذا في موضعه وأما قوله فلا يدل على أنه لم يكن متقررا معلوما وفي سنة أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رد عليه الغلام وفي المدونة ذا الواضحة أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدته لم يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته وصح عنه أن المهاجرين طلبوا من هدورهم يوم الفتح لمكة فلم يرد على أحد داره وقيل له أين تنزل غدا من ذلك لمكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وثم عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم لمكة فحازها كلها وحوى عليها ثم أسلم وهي في يده وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثوا عليه لتقدم إسلامه على موت أبيه ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مراث من عبد المطلب فإن هذاه عبد الله مات وأبوه عبد المطلب حي ثم مات عبد المطلب فولثه أولاده وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومات أكثر أولاده ولم يعطبوا فحاز أبو طالب رباعه ثم مات فاستولى عليها عقيل دون علي باختلاف الدين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى عقيل على داره فليالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل منزلا وكان المسيكون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاله فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يرمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليهم بل من أسلم على شيء فهو له هذا حكمه وقباؤه صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى إليه كان أصحابه رضي الله عنهم يهدون إليه الطعام وغيره فيقبل منهم ويكافئهم أضعافها وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل هداياهم ويقسمها بين أصحابه ويأخذ منها لنفسه ما يختاره فيكون كالصفي الذي له من المغنى وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أغدئت إليه أقضية من ديباج مذرات بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منه واحدا لنخرمة من أوفر فجاء ومعه المسور ابنه فقام على الباب فقال ادعوه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه فاستقبله وقال يا أبا المسور خبأت هذا لك وأهدى له المطوقس مارية أم ولده وسيرين التي وغضها لحسان وبغلة الشهباء وحمارة وأهدى له النجاشي هدية فقبلها منه وبعث إليه هدية عبادها وأخبر أنه مات قبل أن تصل إليه وأنه ترجع فكان الأمر كما قال وأهدى له فروة من فاثة الجناني بغلة بيضاء ركبه يوم حنين ذكره المسلم وذكر البخاري أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها وذكر أبو عبيد أن عامر ابن مالك ملاعب الأسن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا فرده وقال إن لا نقبل هدية مشرك وكذلك قال لإياد المجاشعي إن لا نقبل زمن المشركين يعني رفدهم قال أبو عبيد وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنه كانت في مدة الهدرة بينه وبين نهل مكة وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعه رسوله إليه وأقرب من موته ولم يؤيسه من إسلامه ولم يقبل صلى الله عليه وسلم حدية مشرك محارب له قط فصل وأما حكم هدايا لاهمة بعده فقال سحيون من أصحاب مالك إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها وتكون له خاصة وقال الأوزاعي تكون للمسلمين ويكافئه عليها من بيت المال وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه ما أهداه الكفار للإمام أو لأمير الجيش أو قواده فهو غنيمة حكمها حكم الغنائم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال الأموال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها ثلاثة الزكاة والغنائم والفي فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمهما وبينا أنه لم يكن يستوعب الأثناف الثمانية وأنه كان ربما وضعها في واحد وعما حكمه في الفي فثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قسمت يوم حنين في المؤلفة قنوبهم في المؤلفة قنوبهم من الفي ولم يعطي الأنصار شيئا فعتبوا عليه فقال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به وقد تقدم ذكر القصة وفوائدها في موضعها والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم في مال الفي مالا يبحن غيره وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أقواما وأدع غيرهم والذي أدع أحب إلي من الذي أعطيه وفي الصحيح عنه إني لأعطي أقواما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الجنة والخير منهم عمر بن تغلب قال عمر بن تغلب فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وفي الصحيح أن عليا بعث إليه بذوهيبة من اليمن فقسمها أربعة فأعطى الأقرع بن حابس وأعطى زيد الخيل وأعطى علقمة من علاثة وعوينة بن حسن فقام إليه رجل غائر العينين ناتئ جبهة كث لحية وحلوق الرأس فقال يا رسول الله اتق الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله الحديث وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سهم للقربة في بني هاشم وفي بني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلق جبير ابن المطعم وإثمير ابن عفان إليه فقال يا رسول الله لا ننكر فضل بني هاشم لنغضعهم منك فما بال إخواننا بني عبد المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا وبن المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه وذكر بعض الناس أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن سهم ذا بالقربة يصرف بعده في بني عبد شمس وبني نوفل كما يصرف في بني هاشم وبني المطلب قال لأن عبد شمس وهاشم والمطلب ولم فلا إخوة وهم أولاد عبد المناث ويقال إن عبد شمس وهاشم طوآمان والثواب استمرار هذا الحكم النبوي وأن سهم ذوي القربة لمن هاشم ومن المطلب حيث خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقول هذا القائل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم باطل فإنه بيّن مواضع الخمس الذي جعله الناهر إلى القربة فلا يتعدى به تلك المواضع ولا يقصر عنها ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة فيزوج منه عذبهم ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم كفايته وفي سنن أبي دعو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر رضي الله عنه وحياة أمر رضي الله عنه وقد سجل به على أنه كان يصرف في مصارفه الخمسة ولا يقوى هذا للسجلال إذ غاوة ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها ولم يعدها إلى سواها فأين تعميم الأصناف الخمسة به ولل يدل عليه هدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها عن الأصناف المنكورة لأنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك في ذلك وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموار بن النظير مما أفاء الله على رسوله مما لن يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منه على أهله نفقة سنة وفي لفظ يحبس لأهله يقوى تسنتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وفي السنن عن حوف بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا فهل تفوير منه للآهل بحسب المسلحة والحاجة وإن لم تكن زوجه من ذوي القربة وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن ملكا له على قولين في مذهب أحمد وغيره وليسدل عليه سمته وهدوه أنه كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته يعطي من أحب وينمع من أحب وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور يلفذ ما أمره به سيده ومولاه فيعطي من أمر بإعطائه ويمنع من أمر بمنعه وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنعه إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت فكان عطائه ومنعه وقسمه من مجرد الأمر فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان هذا عطاءنا فم أو أمسك بغير حساب أي أعطي من شئت ومنع من شئت لا نحاسبك وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبي من صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العموذية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل والمقصود أن تصرفه في الفيئ بهذه المثابة فهو منكم يخالف حكم غيره ملك يخالف حكم غيره من المالكين ولهذا كان ينفق مما أثاء الله عليه مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله مفقة سنتهم ويجعل الباقي في الكراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم فأما الزكوات والغنائم وقسمة البواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيئ ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه ولولا إشكال أمره عليهم لما طلمت فاطمة منت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من فريكته وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له تسائر المالكين وخفي عليها رضي الله عنه حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه بل هو صدقة بعده ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيئ ميراثا يقسم بين ورثته بل دفعوه إلى علي والعباس لعملان فيه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنزع فيه وترافع إلى بمكرم الصديق وعمر ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثا ولا مكن منه عباسا وعليا وقد قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولبي القربى والإعتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارئ وأموالهم يمتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات ولم يخص منه خمسه بالمذكورين بل عمم وأطلق واستوعب ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل القمس ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتماعهم إلى يوم الدين فالذي عمل به هو وخلفاء بالراشدين هو المراد من هذه الآيات ولذلك قال عمر بن خطاب رضي الله عنه فيما راه أحمد رحمه الله وغيره عنه ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيد إلا عبد من لوك ولكن على منازل من كتاب الله وقسمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته والله لئن بقيت لهم ليأتي من الراعي من جبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه فهؤلاء مسمون في آية الفي هم مسمون في آية الخمس ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتناعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون لجنة الفي وأهل الخمس لهم استحقاقان استحقاق خاص من الخمس واستحقاق عام من جنة الفي فإنهم داخلون في النصيبين وكما أن قسمته من جنة الفي بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكلالك قسمة الخمس في أهله فإن مخرجهم الواحد في كتاب الله والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وملي إخواننا الذين سنقون بالإيمان وهذا مذهب أهل الإيمان واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يدر من القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس فقال الشافعي تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها ويعطي من كل صنف ليطلق عليه اسم الجمر وقال مالك رحمه الله وأهل النبيلة بل يعطي في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم ولا تجب قسمة الزكاة بل الفيء في جميعهم وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك رحمه الله في آية الزكاة وبقول الشافعي رحمه الله في آية الخمس ومن تأمل النصوص وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء وعينهم اهتمام بشأنهم متقديما لهم ولما كانت الغنائم خاصة بأهلهم بأهلها لا يشوقهم بما سواهم نص على خمسها لأهل الخمس ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد جعل جميلته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سحم الله وسحمه في مصالح الإسلام وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم فالأهم والأحوج فالأحوج فيزوج منه عزابهم ويقضي منه ديونهم ويهد الحاجة منهم ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ولو القربى ويقصمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السبية ولا على التفضيل كما لم يكن مفعلون ذلك في الزكاة فهذا هديه وسيرته وهو فصل الخطاب ومحد الصواب فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا وفي النبذ إلى من آهده على سواه إذا خاف منه نقضى الأهد ثبت عنه أنه قال لرسول مسيلمة الكذاب لما قال نقول إنه رسول الله لولا أن الرسل لا تقتل لقثنتكما وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده وأنه لا يرجه إليهم فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن يرجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيه الآن فارجع وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينهم وبينهم أن يرد إليهم أن يرد إليهم من جاءه منه ولم يرد النساء وجاءت سبيعة الأسلمية المسلمة فخرج زوجها في طلبها فأنزل الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَيْمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُذَجِرَاتٍ فانتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتم هن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية فاستقلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام وأنها لم تخرج لحدث أحدثت في قومها ولا بغضا لزوجها فحلفت فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها من رغى ولم يرده عليه فهذا حكم الموافق لحكم الله ولم يجئ شيء بنسخه ألبته ومن زعم أنه من سوخ فليس بيده إلا الدعوة المجردة وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية وقال تعالى وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وقال صلى الله عليه وسلم إن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلم عقدا ولا يشدنه حتى ينضي أمده أو ينضي إليهم على سواء قال الترمذي حدوث حسن صحيح ولما أثبت قريش حضيفة بن اليمان وأباه أطلقوهما وعهدوهما ألا يقاتلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا خارجين إلى بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرفا نفي لهم بعهدهم ونستعيل الله عليهم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أي مسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذنتهم أدناهم وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارتهما أمهان ابنة عمه وثبت عنه أنه أجار عبا العاص ابن الربيع لما أجارته ابنته زينب ثم قال يجير على المسلمين أدناهم وفي حديث آخر يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم فهذه أربع قضايا كنية أحدها تكافؤ دمائهم وهو ينمع قتل مسلمهم بكافرهم والثانية أنه يسعى بهمتهم أدناهم وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء قال ابن الماجشون لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية قال ابن شعبان وهذا خلاف قول الناس كلهم والثالثة أن المسلمين يدن على من سواهم وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الإلايات فإن الوالي يدن على المولى وعلى المولى عليه والرابعة أنه يرد عليهم أقصاهم وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنينة بقوة جيش الإسلام كانت لهم وللقاص من الجيش إذ بقوته غنموها وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم وغانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربع صلوات الله وسلامه عليه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تقبل قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم الدعوة إليه بغير قتال من جزية فأقام على ذلك بضع عشرة سنة ببكة ثم أذهله في القتال لما هاجر من غير فرض له ثم أمره بقتال من قاتله والكف عن من لم يقاتله ثم لما نزلت براءه سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب من قاتله أو كف عن قتاله إلا من عاهده ولم ينقصه من عهده شيئا فأمره أن يفي له بعهده ولم يأمره بأخذ الفزية من المشركين وحارب اليهود مرارا ولم يؤمر بأخذ الجزية منهم ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فامتثل أمر ربه فقاتلهم فأسلم بعضهم وأعطى بعضهم جزية واستمر بعضهم على محاربته فأخذها صلى الله عليه وسلم من أهل نجران وأيله وهم من نصار العرب ومن أهل دومة الجندل وأكثرهم عرب وأخذها من المجوس ومن أهل الكتاب باليمن وكانوا يهودا ولم يأخذها من مشرك العرب فقال أحمد والشافعي لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وهم اليهود والنصارى والمجوس ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وقال الطائفة في الأمم كلها إذا بذل الجزية قبلت منهم أهل الكتابين بالقرآن والمجوس بالسنة ومن عداهم ملحق بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبوة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية فإنها نزلت بعد تابوك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب واستوسقت كلها له بالإسلام ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت أخذها من نصار العرب ومن المجوس ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه كما قبلها من عبدة السلبان والميران ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلب من كفر المجوس وأي فرق بين عبدة الأوثان والميران بل كفر المجوس أغلب وعباد الأوثان كانوا يطرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لنقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا يطرون بصانعين للعالم أحدهما خالق للخير والآخر للشر كما تقوله المجوس ولم يكونوا يستحلون مكاح الأمهات والبنات والأخوات وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البتة ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت فلم يبقى على شيء إن يبقوا على شيء منها ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام وكان له صحف وشريعة وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخلاف العرب فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبحوا الأديان أحسن حالا من مشرك العرب وهذا القول أصح في الدليل كما ترى وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم فقالوا تؤخذ من كل كافر إلا مشرك العرب ورابعة فرقت بين قريش وغيرهم وهذا لا معنى له فإن قريشا لم يبقى فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البته وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر وإلى المنذر ابن ساوى وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية ولم يفرق بين عربي وغيره وأن حكمه في قدرها فإن مبعثا وعاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينار أو قيمته معافر وهي ثياب معروفة باليمن ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعين درهما على أهل الورق في كل سنة فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ضعف أهل اليمن وعمر رضي الله عنه علم غناء أهل الشام وقوتهم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المصالح أهل مكة على وضح الأضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ودخل حلفاؤهم مع بني بكر معهم وحلفاؤه من خزاعة معه فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم فرضيت قريش ولم تنكره فجعلهم بذلك ناقضين العهد واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم لأنهم صاروا محاربين له ناقضين بعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح اليهود وعاهدهم لما قدم المدينة فغدروا به ونقدوا عهده مرارا وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم وآخر ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له ويقرهم فيها عمالا له ما شاء وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة فيكون العقد جائزا له فسخه متى شاء وهذا هو الصواب وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ناسخ له فصل وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقده دخل وأن من جاءهم من عنده لا يردونه إليه ومن جاءه منهم رده إليهم وأنه يدخل العام القابل إلى مكة فيخلونها له ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح وقد تقدم ذكرها له تصه وفقها في موضعه ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه فصل حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما ثمت عنه في الصحيحين أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وفي السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب وقضى في الأخرى بتخيير البكر وثبت عنه في الصحيح أنه قال لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وفي الصحيح مسلم البكر تستأذن في نفسها وإذنها صناتها ونجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تتزوج إلا برضاها وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته أما موافقته لحكمه فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيها فإنه قد رؤيا مسندا ومرسلا فإن قلنا بقول الفقهاء إن الاتصال زيادة وما وصله مقدم على من أرسله فظاهر وهذا يتصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي قد أعلنته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره فيتعين القول به وأما موافقة هذا القول لأمره فإنه قال والبكر تستأذن وهذا أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه وأما موافقته لنهيه فلقوله لا تنكح البكر حتى تستأذن فأمر ونهى وحكم بالتخير وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطعق وأما موافقته لقواعد شرعه فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء مما لها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها فكيف يجوز أن يلقها ويخرج نبعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو وهي من أكره الناس فيه وهو من أبغض شيء إليها ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهم عوان عندكم أي أسرى ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بما لا تختاره بغير رضاها ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كفأا تحبه وعين أبوها كفأا فالعبرة بتعينه ولو كان بغيضا إليها قبيح الخلقة وأما موافقته لمصالح الأمة فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه وحصول مقاصد المكاح لها به وحصول ضد ذلك بمن تبغده وتنفر عنه فلولم تأتي السنة الصريحة بهذا القول لكان الطياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره أم الله التوفيق فإن قيل فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين البكر والثيب وقال ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وقال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها فعلم أن ولي البكر أحق بها من نفسها وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى وأيضاً فإنه فرق بينهما في صفة الإذن فجعل إذن الثيب النطق وإذن البكر الصمت وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا حق لها مع أبيها فالجواب أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفأة والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول وليس معكم أقوى من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها هذا إنما يدل بطريق المفهوم ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطوط الصريح وهذا أيضا إنما يدل إذا قلت إن للمفهوم عموما والصواب أنه لا عموما فئله إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة وهي نفي الحكم عن ما عداه ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضد حكم المنطوط وأن تفصيله فائدة كيف وهذا مفهوم مخالف بالقياس الصريح بل قياس الأولى كما تقدم ويخالف النصوص المذكورة وتأمى القوله صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها عقيب قوله الأين أحق بنفسها من وليها قطعا لتوهم هذا القول وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها فلا حق لها في نفسها البتة فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق البتة وقد اختلف الفقهاء في مناطر إجبار على ستة أقوال أحدها أنه يجبر بالبكارة وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية الثاني أنه يجبر بالصغر وهو قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية الثالث أنه يجبر بهما معا وهو الرواية الثالثة عن أحمد الرابع أنه يجبر بأيهما وجد وهو الإواية الرابعة عنه الخامس أنه يجبر بالإيلاد فتجبر الثيب البالغ حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري قال وهو خلاف الإجماع قال وله وجه حسن من الفقه فيريت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم السادس أنه يجبر من يكون في عياله ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب فصل وقضى صلى الله عليه وسلم بأن إذن البكر الصنات وإذن الثيب الكلام فإن نتقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد وقال إذن حزم لا يصح أن تزوج إلا بالصنات وهذا هو اللائق بظاهريته فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليتيمة تستأمر ولا يتم بعد احتلام ولا يتم بعد احتلام فدل ذلك على جواز مكاح اليتيمة قبل البروغ وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها وعليه يدل القرآن والسنة وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكههم قالت رائشة رضي الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مكاحها ولا يقسط لها سنة صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهم وفي السنان الأربع عنه صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي في السنان عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهروها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال التلمذي حديث حسن وفي السنان الأربعة عنه لا نكاح إلا بولي وفيها لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها فصل وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان فهي للأول منهما وأن الرجل إذا باع للرجلين فالبيع للأول منهما فصل في قضائه في نكاح التفويض فبك عنه أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرد لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط ولها المراث وعليها العدة أربعة أشفر معشرة وفي سنن أبو داود عنه أنه قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانه قال نعم وقال للمرأة أترضينا أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل به الرجل ولم يفرد لها صداقة ولم يعطيها شيئا فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق وجواز الدخول قبل التسمية واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها ووجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج وبهذا أخذ من مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث منهم أحمد والشافعي في أحد قوليه وقال علي بن عبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لا صداق لهما وبه أخذ أهل ماء المدينة ومالك والشافعي في قوله الآخر وتضمنت جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين أو ولي فيهما أو ولي وكله الزوج أو زوج وكله الولي ويكفي أن يقول زوجت فلانا فلانا مقتصرا على ذلك أو تزوجت فلانا إذا كان هو الزوج وهذا ظاهر مذهب أحمد وعنه رواية ثانية لا يجوز ذلك إلا للولي المجبر كمن زوج أنته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر وجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضا واحد من الطرفين وفي نذهبه قول ثالث أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة فإنه لا يسح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج مرأة فوجدها في الحبل في السنن والمصنف عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم عن بصرة بن أكثم قالت زوجت مرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها صداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك وإذا وندت فجدوها وفرق بينهما وقد تضمن هذا الحكم مطلان نكاح الحامل من زنا وهو قول أهل المدينة والإمام أحمد وجمهور الفقهاء ووجوب المهر المسمى في المكاح الفاسد وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة والثاني يجب مهر المثل وهو قول الشافعي رحمه الله والثالث يجب أقل الأمرين وتضمنت وجوب الحد بالحبل وإن لم تقم بيّنة ولا اعتراف والحبل من أقوى البيّنات وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج فقد قيل إنه لما كان ولد زنا لا أبى له وقد غرّته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقه فإنه انعقد حرا تبعا لحرية أمه وهذا محتمل ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج ويكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك الولد لا يتعد الحكم إلى غيره ويحتمل أن يكون هذا منسوخا وقد قيل إنه كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين بل يسترق الحر في الدين وعليه حمل بيعه صلى الله عليه وسلم لسرق في دينه والله أعلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح في الصحيحين عنه إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج وفيهما عنه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها وفيهما أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها وفي مسهد أحمد عنه لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شروطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وأن لا يتسر عليها ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يفي به فلاها الفسخ عند أحمد واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العلوب التي لا يسخ به النكاح وهل يؤثر عدمها في فسخه على ثلاثة أقوال ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإدرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الآخر فاسد فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية أما الشغار فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرخ ومعاوية وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعة لا شغار في الإسلام وفي حديث ابن عمر والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق وفي حديث أبي هريرخ والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي وفي حديث معاوية أن العباس بن عبد الله ابن عباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقا فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده وقال الخرقي لا يسح ولو سموا مهرا وعلى حديث معاوية وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك نضعوا كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإن لم يقول ذلك صح واختلف في علة النهي فقيل هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر وقيل العلة التشريك في البضع وجعلوا بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء للكاحهما عن مهر تنتفع به وهذا هو الموافق للغة العرب فإنهم يقولون بلد شاغر من أمير ودار شاغرة من أهلها إذا خلت وشغر الكلب إذا رفع رجله وأخلى مكانها فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحذور ولم يبط إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد فهذا منصوص أحمد وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق وإن لم يقول ذلك صح والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح لأن المقصود في العقود معتبرة والمشروط عرفا كالمشروط لفظا فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطئ عليه ونيته فإن سمى لكل واحدة مهر مثلها صح وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب فصل وأما نكاح المحلل ففي المسند هو الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لعن الله المحلل والمحلل له وإسناده حسن وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل وهو المحلل والمحلل له وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا وهذا يفيد أن منه من الكبائر الملعون فاعلها ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطئ والقصد فإن القصود في العقود عندهم معتبرة والأعمال بالنيات والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوض عندهم والألفاظ لا تراد لعينها بل لدلالة المعاني فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها فصل وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين والصحيح أن النهى إنما كان عام الفتح وأن النهى يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه في المسألتين فظن بعض الرواه أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وطيده بيوم خيبر وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها فإن في الصحيحين عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكه المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولكن في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وهذا التحرين إنما كان بعد الإباحة وإلا لزم منه النسخ مرتين ولم يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم ولكن النظر هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت هذا هو الذي لحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها فصل وأما نكاح المحرم فثبت عنه في صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح واخترف عنه صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما فقال ابن عباس تزوجها محرما وقال أبو رافع تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه أحدها أنه إذاك كان رجلا بالغا وامن عباس لم يكن حينئذ من من بلغ الحلم بل كان له نحو العشر سنين فأبو رافع إذاك كان أحفظ منه الثاني أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وعلى يده دار الحديث فهو أعلم به منه بلا شك وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة لمتحقق له ومتيقن لم ينقله عن غيره بل باشره بنفسه الثالث أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة فإنها كانت عمرة القضية وكان ابن عباس إذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان وإنما سمع القصة من غير حضور منه لها الرابع أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفى والمروة وحلق ثم حل ومن المعلوم أنه لم يتزوج بها في طريقه ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت ولا تزوج في حال طوافه هذا من المعلوم أنه لم يقع فصح قول أبي رافع يقينا الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع السادس أن قول أبي رافع موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وقول ابن عباس يخالفه وهو مستلزم لأحد أمرين إما لنسخه وإما لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح محرما وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل فلا يقبل السابع أن ابن أختها يزيد ابن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس ذكره مسلم فصل وأما نكاح الزانية فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك على المؤمنين ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله وأنكحوا الأيام منكم من أضعف ما يقال وأضعف منه حمل النكاح على الزنا إذ يسير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك وكلام الله ينبغي أن يصانع مثل هذا وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإيماء بشرط الإحصان وهو العفة فقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها وليس هذا من باب دلالة المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم وأيضا فإنه سبحانه قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيثات الزواني وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن وأيضا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي وقبح هذا مستقر في فطر الخلق وهو عندهم غاية المسبة وأيضا فإن البغية لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه وتعلق عليه أولادا من غيره والتحريم يثبت بلون هذا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلة من الزنا وأيضا فإن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عنق وكانت بغية فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النور وقال لا تنكحها فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربع وفي طريق أخرى وفارق سائرهن وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيته ما شئت فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار وأنه له أن يختار من شاء من السوابط واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه وهذا قول الجهور وقال أبو حنيفة إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع وإن تزوجهن مترتبات ثبث نكاح الأربع وفسد نكاح من بعدهن ولا تخير فصل وحكم صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر قال الترمذي حديث حسن فصل واستأذنه بن هشام ابن المغيرة أن يزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل فلم يأذن في ذلك وقال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا وفي لفظ فذكر سهرا له فأثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي فتضمن هذا الحكم أمورا أحدها أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج عليها فلها الفسخ ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم يضرورة أنه إنما دخل عليه وفي ذكره صلى الله عليه وسلم سهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعري رضي الله عنه وتهيج له على الاقتداء به وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر انتهى الشريط الخامس والأربعون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط السادس والأربعين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس والأربعون من كتاب زاد المعاد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين يؤخذ من هذا أن المشروط عرف كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البته واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا وهم اضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرق العرفي كاللفظي سراء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله من من عادته أن يغسل بالأجرة ولم يشت لهم أجرة أنه يلزمه أجرة وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها كالمشروط رفضا سواء وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنت سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا وفي منع علي من الزمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهن حكمة بديعة وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهن مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما فلم يكن مكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا وقد أشر صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بنفضه أو إشارته فصل فيما حكم الله سبحانه بتحرينه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حرم الأمهات وهم كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأميمة أو الأبوة كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون وحرم البنات وهم كل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن سفل وحرم الأخوات من كل جهة وحرم العمنات وهم أخوات آبائه وإن علون من كل جهة وأما عمّة العم فإن كان العم لأبن فهي عمّة أبيه وإن كان لأم فعمته أجنبية فلا تدخل العمّات وأما العمّة الأم فهي داخلة في عمّاته كما دخلت عمّة أبيه في عمّاته وحرم الخالات وهم أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون وأما خالة العمة فإن كانت العمّة لأب فخالتها أجنبية وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة وأما العمّة الخالة فإن كانت الخالت لأم فعمتها وأجنبية وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة الأم وحرم بنات الأخ وبنات الأخت فيعم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت برجة من وحرم الأم من الرضاعة فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علون وإذا صارت المضيعة أمه صار صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد إن كان جاريه أباه وأباه أداده فننبه بالمضيعة صاحبة اللبن التي هي من يدعم فيها للأب على كونه أمن بطريق الأولى لأن اللبن له وبوطئه ثاب ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم لبن الفحل فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاعة إلى أم المرتبع وأبيه من الرضاعة وأنه قد صار ابنا لهما وصار أبوين له فلذن من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالات له وعمات وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات فننبه بقوله وأخواتكم من الرضاعة على انتشار حرمة الرضاعة إلى إخوتهما وأخواتهما كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتبع فأخوالهما وخالاتهما أخوال وخالات له وأعمام وعنات له الأول بطريق النص والآخر بتنبيهه كما أن الانتشار إلى الأن بطريق النص وإلى الأب بطريق تنبيهه وهذه طريقة عجيبة مضطردة في القرآن لا يقع عليها إلا كل غائس على معانيه ووجوه دلالاته ومن هنا قد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن الدلالة دلالتان خفية وجلية فجمعهما للأمه ليتم البيان ويزول الالتباس ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة من قصر فهمه عن الخفية وحرم أمهات النساء فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاع دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لصدق الاسم على هؤلاء كلهم وحرم الربائب اللات في حجور الأزواج وهم بنات نسائهم المدخول بهم فتناول بذلك بناتهم وبنات بناتهم وبنات أبنائهم فإنهم داخلات في اسم الربائب وقين التحريم بقيدين أحدهما كونهم في حجور الأزواج والثاني الدخول بأمهاتهم فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق هذا مختبى النص وذهب زيد المثالت وموافقه وأحمد في رواية عنه إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها لأنه يكمل الصداق ويوجب العدة والتوارث فصار كالدخول والظمهور أبوا ذلك وقالوا الميتة غير مدخول بها فلا تحرم أمنتها والله تعالى قيل التحريم للدخول وصرح بنا فيه عند عدم الدخول وأما كونها في حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به بل هو بمنزلة قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاق ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أميها فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازا فكأنه قال ألا تي من شأنهن أن يكون أن يكون في خجوركم ففي ذكر هذا فائدة شريفة وهي جواز جعلهن في حجره وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه وتجنب مؤاكلتها والسفر والخلوة بها فأفاد هذا الوطف حدم الامتناع من ذلك ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج وقين تحريمها بالدخول لأمها وأطلق تحريم أم المرأة ولم يقيدها بالدخول فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت دخل بها أو لم يدخل ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم وقالوا أمهم ما أبهم الله وذهب الطائفة إلى أن قوله التي دخلتم بهم وصف لنسائكم الأولى والثانية وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت وهذا يرده منه الكلام وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان فإذا قلت مررت بغلام لغلام زيد العاقل فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس كقولك مررت بغلام هند الكاتبة ويرده أيضا جعله صفة واحدة من موصوفين مختلفين الحكم والتعلق والعامل وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن وأيضا فإن المنصوف الذي يلسفه أولى بها لدواره والجار أحق مصق به ما لم تدع ضرورة إلى نقلها عنه أو تخطيها إياه إلى الأبعد فإن قيل فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي من تجاريته التي ذكر بها وذيثت نسائه ثم السرية قد تدخل في جمعة نسائه كما دخلت في قوله نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم ودخلت في قوله أحند لكم ليلة السيان الرفة إلى نسائكم ودخلت في قوله ولا تنكفوا ما نكح آباؤكم من النساء فين قيل فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله وأمهات نسائكم فتحرم عليه أم جاريته قلنا نعم وكذلك نقول إذا وطئ آمته حرمت عليه أمها وابنتها فإن قيل فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحليم أمها فكيف تشتريطونه هاهنا قلنا لتصير من نسائه فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد وأم من نوكه فلا تصير من نسائه حتى يطاءها فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها فإن قيل فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريم ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار والإيلاء إلى السياق والواقع يأمى ذلك فإن الظهار كان عندهم طلاقا وإنما محله الأزواج للإيماء فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكفارة ونقل حكمه وعبقى محله وأما الإيلاء فصريح في أن محله الزوجات لقوله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عده الطلاق فإن الله سميع عليم وحرم سبحانه حلائل الأبناء وهم موطوآت الأبناء بركاح أو ملك يمين فإنها الحليلة بمعنى محللة ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته ويخرج بذلك ابن التبني وهذا التقييم أصد به إخراجه وأما حلية ابنه من الرباع فإن العئمة الأربعة ومن قال بقولهم ادخلونها في قوله وحلائل أبنائكم ولا يخرجونها بقوله الذين من أصلابكم ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرموا من الرباع ما تحرمون من النسب قالوا وهذه الحليلة تحرموا إذا كانت لابن النسب فتحرموا إذا كانت لابن الرضاع قالوا والتقييدوا لإخراج ابن التبني لا غير وحرموا من الرضاع بالصهر نغير ما يحرم بالنسب ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا لا تحرم حليلة منه من الرضاع لأنه ليس من صلبه والتقييد كما يخرج حليلة من التبني يخرج حليلة من الرضاع سواء ولا فرق بينهما قالوا وأن قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو من أكبر أدلتنا وعبدتنا في المسألة فإن تحرم حلاء للأبناء الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر فيجب الاقتصار بالتحريم على مولد النص قالوا والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهرة فتحريم المصاهرة أصنع قائم بذاته والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة لا بالصن ولا إيماء ولا إشارة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر ولولا أنه أراد الاتصار على ذلك لقالوا حرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر قالوا أيضا فالرضاع مشبه بالنسب ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارس والإنفاق وسائر أحكام النسب فهو نسب ضعيف فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقوى على سائر أحكام النسب وهو ألسق به من المصاهرة فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوله عن أحكام مشبهه وشقيقه وأن المصاهرة والرضاع فإنه لا نسر بينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا اتصال قالوا ولو كان تحريم الصهرية سابتا لبينه الله ورسوله بيانا شافية يقيم الحجة ويقطع العذر فمن الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم والانقياد فهذا منته النظر في هذه المسألة فمن ظفر فيها بحجة سليرشد إليها وليدل عليها فإنا لها منقادون وبها معتصنون والله مقفق للصواب فصل وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكاحون الآباء وهذا يتناول من كوحاتهم لملك اليمين أو عقد نكاح ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإنعلون والاستثناء بقوله إلا ما قد سلف من مضمون جنة النهي وهو التحريم المستلزم للتأثين والعقوبة فاستثنى منهما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول والكتاب فصل أو ما ملكت أيمانون فإنهم غير ملومين ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان المعففان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال الإمام أحمد في رواية عنه لا أقول هو حرام ولكن ننهى عنه فمن أصحابه من جعل القول بإباحة رواية عنه والصحيح أنه لم يبح ولكن تأذب مع الصحابة أن يطلق لفظ الحرام على أمر توقف فيه أثمان بل قال ننهى عنه والذين جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم بوجوه أحدها أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمين ثم يبال هاجع وحده حتى يخرج منها فإن كانت آية الإباحة مقتضية لحل الجمع بالملك فلتكن مقتضية لحل أم موطوئته بالملك ولنوطوئة أبيه وابنه بالملك إن لا فرق بينهما ألبث ولا يعلم بهذا قائل الثاني أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعا بصور عديدة لا يختلف فيها اثنان كأمه وابنته وأخته وعمته وخالته من الرباعة بل كأخته وعمته وخالته من النسب عندما لا يرى عبقهن بالملك كمالك والشافعي ولم يكن عمون قوله أو ما ملكت أيمانكم معارضا لعموم تحريمهن بالعقد والملك فهذا حكم الأختين سواء الثالث أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه ولا تعرض فيه لشروط الحل ولا لموامعه وآية التحريم فيها بيان موامع الحل من النسب والرضاع والصهر وغيره سلا تعارض بينهم البتة وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموامعه معارضا لمقطع الحل وهذا باطل قطعة بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والموانع الرابع أنه جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوط جاز الجمع بين الأم وابنته المملوكتين فإن نفس التحريم شامل للصورتين شمولا واحدا وأن إباحة المملوكات إن عمت الأختين عمت الأم وابنتها الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد المتاح يكون بملك اليمين والإيمان يمنع منه فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا التحريم مأخوذ من تحريم جمع بين الأختين لكن بطريق خفي وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على استنباط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن ألزم نفسه ذلك وقرع بابه ووجه قلبه إليه واعتمى به بفطرة سليمة وقلب ذكي رأى السنة كلها تفصيلا للقرآن وتبيين لدلالته وبيانا لمراد الله منه وهذا أعلى مراتب العلم فمن ظفر به فليحمد الله ومن فاته فلا يلومن إلا نفسه وهمته وعده واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكر حرم على الآخر فإنه يحرم الجمع بينهما ولا يستفن من هذا صورة واحدة فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع بينهما وهل يكره على قولين وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرمات المذكورة أن كل امرأة حرم نكاحها حرم وطقها بملك اليمين إلا إماه الكتاب فإن نكاحهم حرام عند الأكثرين ووطقهن بملك اليمين جائز وسوى أبو حنيفة بينهما فأباح نكاحهن كما يباح وطقهن بالملك والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الإيماء بوصف الإيمان فقال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم وقال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن خاص ذلك بحرائر أهل الكتاب بقي الإيماء على قضية التحريم وقد فهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية فقال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن المسيح إلهها وأيضا فالأصل في الأبضاع الحرمة وإنما أبيح نكاح الإيماء المؤمنات فمن عداهن على أصل التحريم وليس تحريمهن مستفادا من المفهوم أستفيد من سياق الآية ومن يوليها أن كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا العمّة والخالة وحليلة الإبن وحليلة الأب وعم الزوجة وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المنكورات في سورة الأحزاب وهنا بنات الأعمان والعمّات وبنات الأخوال والخالات أصل ومما حرمه النص مكاح المزوجات وهن المحصنات وصفنا من ذلك ملك اليمين فأشكل هذا الاستفناء على كثير من الناس فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها على مالكها فأين محل الاستفناء فقال الطائفة كوى منقطع أي لكن ما ملكت أيمانكم ورد هذا لفظ ومعنى أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفرير وبابه غير الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام فليس الموضع موضع انقطاع وأما المعنى فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما توهم دخوله فيه بوجه الماء فإنك إذا قلت ما بالدار من أحد دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم فإذا قلت إلا حمارة أو إلا الأثافي ولحو ذلك أذلت توهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه وأبين من هذا قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما فاستهناء السلام أزال توهمن في السماع العام فإن عدم سماع اللو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام الماء وأن يكون مع سماع غيره وليس في تحريم مكاح المزوجة ما يوهم تحريم وطء الإماء لملك اليمين حتى يخرجه وقال الطائفة ملد استثناء على بابه ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه طلاقا لها وحل له وطءها وهي مسألة بيع الأمة هل يكون طلاقا لها أم لا فيه مذهبان للصحابة فابن عباس رضي الله عنه يراه طلاقا ويحتج له بالآية وغيره يأبى ذلك ويقول كما يجامع الملك السابق الملك السابق بالنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان كذلك الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق قالوا وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم دريرة لما بيعت ولو انفسخ مكاحها لم يخيرها قالوا وهذا حجة على ابن عباس رضي الله عنه فإنه هو راوي الحديث والأخذ برواية الصحابي لا برأيه وقال الطائفة ثالثة إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ المكاح لأنها لا تملك الاستمتاع لبدع الزوجة وإن كان رجلا ينفسخ لأنه يملك الاستمتاع به وملك اليمين أقوى من ملك المكاح وهذا الملك يبطل المكاح دون العكس قالوا على هذا فلا إشكال في حديث بريرة وأجاب الأولون عن هذا لأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع لبدع أمتها فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأخذ مهرها وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبدع وقالت فرقة أخرى الآية خاصة بالمسبيات فإن المسبية إذا سبيت حل وطءها لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت مزوجة وهذا قول الشافعي وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو الصحيح كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدو فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزر الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إن انقبت عدتهم فتضمن هذا الحكم إباحة وطء المسمية وإن كان لها زوج من الكفار وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عسمة بضع امرأته وهذا هو الصواب لأنه قد استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته فصار سابئة أحق بها منه فكيف يحرم بضعه عليه سهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم إن وطأها إنما يباح إذا سدية وحدها قالوا لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولا والمجهول كالمعدوم فيجيز وطأها بعد الاستدراء فإذا كان الزوج معها لم يجيز وطأها مع بقائه فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقمنا بقاء زوجها في دار الحرب فإنهم مجيزون وطأها فأجابوا بما لا يجب شيئا وقالوا الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فيقال لهم الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبينا منفردات وموتهم كلهم نادر جدا ثم يقال إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا للسابي وزالت العسمة عن سائر أملاكه وعن رقبته فمن يجب لثبوت العسمة في فرج براءته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسابي ودل هذا القضاء النبوي عن جوال وطء الإناء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهم إسلامهم ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط وتأخير البيان أو وقت الحاجة منتنعا مع أنهم حديث عهد بالإسلام حتى قفي عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد فإنهم لم يكرهن على الإسلام ولم يكن لهم من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتبع مبادرتهم إليه جميعا فمقتب السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جوازوا وطئ المملكات على أي دين كنا وهذا مذهب طاووس وغيره وقواه صاحب المبني فيه ورجح أدلته وبالله التوفيق ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهم ما روى الترمذي في جامعه عن عرباب ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهم فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء وفي السنم والمسند عنه لا يحل المرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولم يقل حتى تسلم ولأحمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن شيئا من السبايا حتى تحيب ولم يقل وتسلم وفي السنم عنه أنه قال في سبايا ألطاس لا توقع حامل حتى تبع ولا غير حامل حتى تحيب حيبة واحدة ولم يقل وتسلم فلم يجئ عنه اشتراط إسلام المسمية في موضع واحد البته فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر قال ابن عباس رضي الله عنهما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبن عرص ابن الربيع بالنكاح الأول ولن يحدث شيئا رواه أحمد وأبو ذاود والترميلي وفي لفظ بعد ست سنين ولم يحدث نكاحا قال الترميلي ليس بإسناده بأس وفي لفظ وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين ولم يحدث شهادة ولا صداقة وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وربها على زوجها الأول رواه أبو داود وقال أيضا إن رجلا جاء مسلما على عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها أسلمت معي فربها عليه قال الترميلي حديث صحيح وقال مالك إن أم حكيم منت الحارث ابن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهرم زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسمن فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب إليه فرحا وما عليه إرداء حتى بايعه فسبت على نكاحه ما ذلك قال ورم يبنغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقدم زوجها مهابرا قبل أن تنطبي عدتها ذكره مالك رحمه الله في الموطة فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلم معا فهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحا أم لا ما لم يكن المبطل قائما كما إذا أسلم وقد نكحها وهي في عدة من غيره أو تحليما مجمعا عليه أو مؤبدا كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع أو كانت ممن لا إما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معه كالأختين والخمس وما فوقهم فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة فإذا أسلم وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صهر أو كانت أخت زوجة أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها فرق بينهما بإجماع الأمة لكن إن كان التحرين لأجل الجمع خير بين إمساك أيته ما شاء وإن كانت بنته من بالزنا فرق بينهما أيضا عند الجمهور وإن كان يعتقل ثبوت النسل بالزنا فرق بينهما اتفاقا وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مصم متقدمة على عقده فرق بينهما اتفاقا وإن كانت العدد عدة من كافر فإن اعتبرنا دواما مفسد أو الإجماع عليه لن يفرق بينهما لأن عدة الكافر لا تدوم ولا تنع المتاحة لن يبطل أنكحة الكفار ويجعل حكمها حكم الزنا وإن أسلم أحدهما وهي حضر من زنا قبل العقد فقضاني مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه وإن أسلم وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة وقد انقبت أو على أخت وقد ماتت أو على خامسة كذلك أقر عليه وكذلك انقهر حربي حربية واعتقداه مكاحا ثم أسلم أقر عليه وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسه النكاح بإسلامه فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرق فإنه لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد نكاح الزوجين سبق أحدهم الآخر بإسلامه قط ولم يزر الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله ولم يعرف عن أحد منهم البته أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته وتساوق فيه حرفا بحرف هذا مما يعلم أنه لم يقع ألبته وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب عناء العاص بن الربيع وهو إنما أسلم زمن الحليبية وهي أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة وأما قوله في الحديث كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه فإن قول وعلى ذلك فلعدة تنقضي في هذه المدة فكيف لم يجدد نكاحها قيل تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحليبية لا قبل ذلك فلم ينفسح النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هان الحكم فيها ولما نزل تحريمهن على المشركين أسلم أبو العاص فردت عليه وأما مراعاة زمن عدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع وقد ذكر حمد بن مسلمة عن قتاله عن سعيد بن مسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أن يكون بضعها ما دامت في دار هجرتها وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف ابن طريف عن الشعبي عن علي هو أحق بها ما لم يخرج من نصرها وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر ابن سليمان عن معمر عن زهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على مكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان ولا أعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقبت عدتها أم لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة ردعية بل بائنة فلا أثر العدة في بقاء مكاح وإنما أثرها في منع مكاحها للغير فلو كان الإسلام قد نجذ الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقبت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد مكاح ولا نعلم أحدا جدد للإسلام مكاحه البكة بل كان الواقع أحد عمرين إما اختراقهما والإكاحها غيره وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه وإما تنجذ الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهم وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه ولو لا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد سلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعديل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وقوله ولا تمسكوا بعصم التوافر وأن الإسلام طبق الفرقة وكل ما كان ثابا للفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنجر وابن حزم وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم قال ابن حزم وهو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجابر ابن عبد الله وابن عباس وبه قال حماد ابن زيد والحكم ابن عتيبة وسعيد ابن جبير وعمر ابن عبد العبي وعبي ابن عبي الكندي والشامي وغيرهم قلت وهو أحد الروايتين عن أحمد ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هو قوله لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم لم يحكم بتعديل الفرقة فروى مالك في موطئه علي بن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن مغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عندهم رأته بذلك النكاح وقال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكريمة حتى أتى اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم شبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على نكاحهما ومن المعلوم يقينا أن أبا سفيان ابن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فبقي على نكاحهما وأسلم حكيم المحزان قبل امرأته وخرج أبو سفيان ابن حارث وعبد الله ابن أبي أمية عام الفتح فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء فأسلم قبل منكوحتهما فبقي على نكاحهما ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته وجواب من أجاب بكذوب نكاح من أسلم في غاية البطلان ومن القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء ويلي هذا القول نذهب من يقف لفرقة على انقضاء العبوة مع ما فيه إن فيه آثار وإن كانت منقطعة ولو صحت لم يجز القول بغيرها قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي مرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما وقد تقدم قول التلمذي في أول الفصل وما حكاه بن حزم عن عمر رضي الله عنه سنع أدري من أين حكاه والمعروف والمعروف عنه خلافه فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتاده كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت طارقته وإن شاءت أقامت عليه ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أي اسم ستكون زوجته كما هي أو مفارقه وكذلك صح عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته فقال عمر رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما فلم يسلم ففرق بينهما وكذلك قال لعباده إن من نعمان التغليبي وقد أسلمت امرأته إما أن تسلم وإلا نزعتها منك فأبى فنزعها منه فهذه الآثار صريحة في خلاف من حكاه أبو محمد ابن حزن عنه وهو حكاها وجعلها روايات أخر وإنما تمسك أبو محمد بآثار فيها أن عمر وابن عباس وجه برا فرقوا بين الرجل وبين امرأته بالإسلام وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفريقة ولو صحت فقد صح عن عمر ما حكيناه وعن علي ما تقدم وبالله التوفيق فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل ثمت في الصحيحين عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإنكم نتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وفي السنن عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موؤوبة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل في الصحيحين عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وفي صحيح مسلم عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنى وفي صحيح مسلم أيضا عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ورسوله وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو قال على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم وفي مسند أحمد وسنن بن ماجة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وقال أبو داود سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر ابن ربيعة عن الزهري عن المحرر ابن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها فقال ما أنكره فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم قال ابن حزم وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وهذا هو الصحيح وحرمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح أو لا تأذن فيحرم وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يبح بدون إذنه وهذا منصوص أحمد ومن أصحابه من قال لا يباح بحال ومنهم من قال يباح بكل حال ومنهم من قال يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أنا ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أنا فمن أباحه مطلقا يحتج بما ذكرنا من الأحاديث وأن حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال ومن حرمه مطلقا يحتج بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب اختي عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموؤودة سئلت قالوا وهذا ناسخ لأخبار الإباحة فإنه ناقل عن الأصل وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية قالوا وقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن فيقال قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله إنه الموؤودة الصغرى والوأد كله حرام قالوا وقد فهم الحسن البصري أن نهي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لك أن هذا زجر قالوا ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها قالوا ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزل وقال لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته وكان علي يكره العزل ذكره شعبه عن عاصم عن زر عنه وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل هو الموؤودة الصغرى وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال ما كنت أرى مسلما يفعله وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه وقال يحيب سعيد الأنصاري عن سعيد بن مسيب قال كان عمر وعثنان ينهيان عن العزل وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها أما حديث جذامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه وقد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه وحسبك بهذا الإسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ وقد أعله بعضهم بأنه مضطلب فإنه اختلف فيه على يحيى ابن كثير فقيل عنه عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جادر بن عبد الله ومن هذه الطريق أخرجه التلمذي والنسائي وقيل فيه عن أبي مطيع ابن رفاعة وقيل عن أبي رفاعة وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا ما يقدح في الحديث فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة هل هو أبو رافع أو ابن رفاعة أو أبو مطيع وهذا لا يدر مع العلم بحال رفاعة ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل وقد قال الشافعي رحمه الله ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال البيهقي وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاس وأبي أيوب من الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه أرى طريق التنزيه وضعفته طائفة وقالوا كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم هذا من المحال البين وردت عليه طائفة أخرى وقالوا حديث تكريبهم فيه الطراب وحديث جدامة في الصحيح وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين وقالت إن اليهود كانت تقول إن العزل لا يكون معه حمل أصلا فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أراد الله أن يخلقه لما استدعت أن تصرفه وقوله إنه الوعد الخفي فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية كترك الوط فهو مؤثر في تقليله وقالت طائفة أخرى الحديثان صحيحان ولكن حديث التحريم ناسخ وهذه طريقة أبي محمد بن حزم وغيره قالوا لأنه ناقر عن الأصل والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وأنا لهم به وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع فروى القاضي أبو يعدى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال جلس إلى عمر علي والزبير وسعد رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكروا لأزل فقالوا لا بأس به فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى فقال علي رضي الله عنه لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع حتى تكون من سلالة من طين ثم تكون نتفه ثم تكون علقة ثم تكون مدوة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر رضي الله عنه صدقت أطال الله بقاءك وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء وأما من جوزه بإذن الحرة فقال للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه ولهذا كانت أحق بحضانته قالوا ولم يعتبر إذن السرية فيه لأنه لا حق لها في القسم ولهذا لا تطالبه بالفيئة ولو كان لها حق في الوطء لطولب المؤلي منها بالفيئة قالوا لأنه لا تطالبه لإذن السرية لأنه لا يستأذن أهلها لأنه لا تطالبه بالفيئة لأنه لا تطالبه بالفيئة إذا عزل عنها لذنه قد يكون الولد مع العزل وقد قال بعض من قال ما لي ولد إلا من العزل وقال في رواية المروذي في العزل عن أم الولد إن شاء فإن قالت لا يحل لك ليس لها ذلك فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل وهو وطء المربعة ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال لقد هممت أن أنهار عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم وفي سنن أبي داود عنه من حديث أسماء بنت يزيد لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره قال قلت ما يعني قال الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي تردع قلت أن الحديث الأول فهو حديث جدامة بنت وحد وقد تضمن أمرين لكل منهما معارض فصدره هو الذي تقدم لقد هممت أن أنهار عن الغيلة وقد عارضه حديث أسماء وعجزه ثم سألوه عن العزل فقال نالك الوأد الخفي وقد عارضه حديث أبي سعيد كذبت يهود وقد يقال إن قوله لا تقتلوا أولادكم سرا نهى أن يتسبب إلى ذلك فإنه شبه الغيل بقتل الولد وليس بقتل حقيقة وإلا كان من الكلائر وكان قرين الإشراك بالله ولا ريب أن وطأ المرابع مما تعم به البلوى ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ولو كان وطأهن حراما لكان معلوم من الدين وكان بيانه من أهم الأمور ولم تهمله الأمة هو خير القرون ولا يصرح أحد منهم بتحريمه فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه ولهذا كان عادة العرب أن يستوضعوا لأولادهم غير أمهاتهم والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه كما تقدم بيانه مرارا والله أعلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء مصرحا به عن أنس كما رواه البزار في مسنده من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبكر سبعة ورثي بثلاثة وروا الثوري عن أيوب وخارد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها ثلاثة ثم قال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي وله في لفظ لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثي بثلاث وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمي فيما تملك ولا أملك يعني القلب وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهم خرج سهمها خرج بها معه وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومنا فيبيت عندها وفي الصحيح مسلم إنهم كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله وإن امرأة خافت من مالها نشوزا أو إعراضا أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وقضى خليفته الراشد وابن عمه علي بن عبي طالب رضي الله عنه أنه إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وقضاء خلفائه وإن لم يكن مساوي لقضائه فهو كقضائه في وجوبه على الأمة وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه وقد ضعافه أبو محمد بن حزم بن منهال بن عمر وابن أبي ليلى ولم يصنع شيئا فإنهما ثقتان حافظان جليلان ولم يزد الناس يحتجون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يتقى منه ما خالف فيه الأثبات وما تفرد به عن الناس وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق فتضمن هذا القضاء أمورا منها يجوب قسم الابتداء وهو أنه إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعة ثم سوى بينهما وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعة ثم يقضيها للبواقي وبين أن يقيم عندها ثلاثة ولا يحاسبها هذا قول الجمهور وخالف فيه إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهر وقالوا لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده فيجب عليه التسوية بينهما ومنها أن الثيب إذا اختارت السبع قضى هم للبواقي واحتسب عليها بالثلاث ولو اخترت الثلاث لم يحتسب عليها بها وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما فوقها ففعل أكثر منها دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم أثم على الجميع وهذا كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمخاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة فلو قام أبدا ذم على الإقامة كلها ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهما في الوقت لأنه موقوف على المحبة والميل وهو بيد مقلب القلوب وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه لم يبقى لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به ومنها إذا أراد السفر لم يجز له أن يسافر بإحداهنا إلا بقرعة ومنها أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي وفي هذا ثلاثة مذاهب أحدها أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع وبه قال أبو حنيفة ومالك والثاني أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع وهذا مذهب أهل الظاهر والثالث أنه إن أقرع لم يقضي وإن لم يقرع قضى وهذا قول أحمد والشافعي ومنها أن للمرأة أنتهب ليلتها لضرتها فلا يجوز لها جعلها لغير الموهوبة وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهم والفرق بينهما أن الليلة حق للمرأة فإذا أسقطتها وجعلتها لضرتها تأينت لها وإذا جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه فإذا اتفق أن تكون ليلة موهوبة لتلك الواهبة قسم لها ليلتين متواليتين وإن كانت لا تليها فهي له فتنقلها إلى مجاورتها فيجعل الليلتين متجاورتين على قولين للفقهاء وهما في مذهب أحمد والشافعي ومنها أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهم ولكن لا يطعوها في غير نوبتها ومنها أن لنسائه كلهن أن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيئ وقت النوم فتأوب كل واحدة إلى منزلها ومنها أن الرجل إذا قضى وترا من امرأته وكرهتها نفسه أو عجز عن حقوقها فله أن يطلقها وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يستلحان عليه فإذا رضيت بذلك لزم وليس له المطالبة به بعد الرضا هذا نجب السنة ومقتضاها وهو السواب الذي لا يسوه غيره وقول من قال إن حقها يتجدد فلها الرجوع في ذلك متشاءت فاسد فإن هذا خرج مخرج المعاوضة وقد سماه الله تعالى صلحا فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال ولو ممكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير ضرر إلى أكمل حالتيه ولم يكن صلحا بل كان من أقرب أسباب المعاداة والشريعة منزهة عن ذلك ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر والقضاء النبوي يرد هذا ومنها أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة كما قضى به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولا يعرف له في السحابة المخالف وهو طول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك أنه ما سواء وبها قعل أهل الظاهر وطول الجمهور هو الذي يقتضيه العدل فإن الله سبحانه لم يسوي بين الحرة والأنه لا في الطلاق ولا في العدة ولا في العدة ولا في الحد ولا في الملك ولا في الميراث ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهارا ولا في أصل المكاح بل جعل مكاحها بمنزلة الضرورة ولا في عاد المنكوحات فإن العبد لا يتزوج أكثر من ثنتين هذا قول الجمهور وروا الإمام أحمد بإسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يتزوج العبد ثنتين ويطلق ثنتين وتعتد امرأته حيضتين واحتج به أحمد ورواه أبو بكر عبد العزيز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان وروا الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين قال سأل عمر رضي الله عنه الناس كم يتزوج العبد فقال عبد الرحمن ثنتين وطلاقه ثنتين فهذا عمر وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم ولا يعرف له المخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء مرأة الحبلة من غير الواطئ ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح على باب فستاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هنمت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبرة كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له قال أبي محمد بن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذا انتهى وقد أوى أهل السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه وفي الترمذي وغيره من حديث الويفع ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال الترمذي حديث حسن وفيه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن وقوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه ولا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له كان شيخنا يقول في معناه كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده لأن وطأه زاد في خلقه قال الإمام أحمد الوطء يزيد في سمعه وبصره قال في من اشترى جارية حاملا من غيره فوطأها قبل رضرها فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرأة مجح على باد فستاط فقال لعله يريد أن يرم بها وذكر الحديث يعني أنه استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له لأنه ليس بولده وإن أخذه منذوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم مكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنا ففي صحيح العقد قولان أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك والثاني صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ثم اختلف فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة وكرهه الشافعي وقال أصحابه لا يحرم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق آنته ويجعل إتقها صداقها ثبت أنه في الصحيح أنه أعتق صفية وجعل إتقها صداقها قيل لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها وذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب وفعله أنس بن مالك وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري والزهري وأحمد وإسحاق وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فأليها قيمتها وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملكا ينفعه بعقد النكاح فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أداها زوجها وهي كارهة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا فقال في رواية صالح في صغير زوجه عمه قال الرضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرضى فسخ ونقل عنه ابن عبد الله إذا زوجت اليتيمة فإذا بلغت فره الخيار وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في يتيمة زوجت ودخل بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد قال تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق بنفسها وإن قالت اخترت زوجي فليشهدوا على نكاحها قال أحمد جيد وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد بذلك فإن شاء يطلق عليه فالطلاق بيد السيد وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد ومعنى قوله يطلق أي يبتل العقد ويمنع تنفيذه وإيجازته هكذا أوله القاضي وهو خلاف ظاهر النص وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه والقياس يقتضي صحة هذا القول فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه وأيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإيجازة كالوصية ولأن المعتبر هو التراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إيجازة من له الخيار ورده وبالله التوفيق فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب وقال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن تجحش القرشية من زيد بن حارث مولاه وزوج فاطمة بن تقيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه وتزوج دلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف وقد قال الله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقد قال تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء فللي اقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتمار الدين في الكفاءة أصلى وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخليث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلمة وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات وقد تنزع الفقهاء في أوصاف الكفاءة فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين وفي رواية عنه إنها ثلاثة الدين والحرية والسلامة من العيوب وقال أبو حنيفة هي النسب والدين وقال أحمد في رواية عنه هي الدين والنسب خاصة وفي رواية أخرى هي خمسة الدين والنسب والحرية والصناعة والمال وإذا اعتبر فيه النسب فعنه فيه روايتان إحداهما أن العرب بعضهم لبعض أكفاء الثانية أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي ومن مهاشم لا يكافئهم إلا هاشمي وقال أصحاب الشافعي يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة ولهم في اليسار ثلاثة عجو اعتباره فيها وإلغاؤه واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي فالعجمي ليس عندهم كفأ للعربي ولا غير القرشي للقرشية ولا غير الهاشمي للهاشمية ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفأ لمن ليس منتسبا إليهما ولا العبد كفأ للحرة ولا العتيق كفأ لحرة الأصل ولا من مس الرق أحد آبائه كفأ لمن لم يمسها رق ولا أحدا من آبائها وفي تأثير رق الأمهات وجهان ولا من به عيب مثبت للفسخ كفأ للسليمة منه فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان واختار الروياني أن صاحبه ليس بكف ولا الحجام والحائك والحارس كفأ لبنت التاجر والخياط ونحوهما ولا المحترف لبنت العالم ولا الفاسق كفأ للعفيفة ولا المبتدع للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعي هي لمن له ولاية في الحال وقال أحمد في رواية حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم فمن لم يرضى منهم فله الفسخ وقال أحمد في رواية ثالثة إنه حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا الصناعة ولا النسب وإنما يعتبر الدين فقط فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن مكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت ولا يقول هو ولا أحد إن مكاح الهاشمية لغير الهاشمي والقرشية لغير القرشي باطل وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلافة الكفاءة هل هي حق لله أو للآدمي ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هي الخصار المذكورة وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ثبت في الصحيحين والسنن أن بريرة كاتبت أهلها وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحدى أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فلكرت ذلك بأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن آتق ثم خطب الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن آتق ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن تفسخه فاختارت نفسها فقال لها إنه زوجك وأبو ولدك فقالت يا رسول الله دأمرني بذلك قال لا إنما أنا شافع قالت فلا حاجة لي فيه وقال لها إذ خيرها إن قربك فلا خيار لك وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بلحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو عليها صدقة ولم يهدي وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة وجواز بيع المكاتب وإن لم يعدجزه سيده وهذا مذهب أحمد المشهور عنه وعليه أكثر مصوصه وقال في رواية أبي طالب لا يبعو مكاتبته ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على شرائها وأهلها على بيعها ولم يسأل أعجز أم لا ومجيئها تستعين في كتابتها لا يستلزم عجزها وليس في بيع المكاتب محذور فإن بيعه لا يبطل كتابته فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع إن أدى إليه عتقا وإن أجز عن الأداء فله أن يعيده يرق كما كان عند بائعه فلو لم تأتي السنة بجواز بيعه لكان القياس يقتضيه وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جواز بيع المكاتب قالوا لأن قصة بايرة وردت بنقل الكافة ولم يبقى بالمدينة من لم يعرف ذلك لأنها صفقة جرت بين أم المؤمنين وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم موالي بريرة ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة ولا يكون شيء أشهر من هذا ثم كان من مشي زوجها خلفها باكيا في أزقة المدينة ما زاد الأمر شهرة عند النساء والصليان قالوا فظهر يقينا أنه إجماع من الصحابة إذ لا يظن بصاحب أنه يخالف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر الظاهر المستفيد قالوا ولا يمكن أن توجدون عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم المنع من بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد واعتذر من منع بيعه بعذرين أحدهما أن بريرة كانت قد عجزت وهذا عذر أصحاب الشافعي والثاني أن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها وهذا عذر أصحاب مالك وهذا من العذران أحوج إلى أن يؤتذر عنهما من الحديث ولا يصح واحد منهما أما الأول فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة وقد شهدها العباس وابنه عبد الله وكان في الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية ولم تكن بعد أدت شيئا ولا خلاف أن العباس وابنه إنما سكن المدينة بعد فتح مكة ولم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا عامين وبعض الثالث فأين العجز وحلول النجوم وأيضا فإن بليرة لم تقل أعجزه ولا قالت لها عائشة أعجزتي ولا ترف أهلها بعجزها ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجزها ولا وصفها به ولا أخضر عنها البتة فمن أين لكم هذا العجز الذي تعجزون عن إثباته وأيضا فإنها إنما قالت لعائشة كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة أوطية وإني أحب أن تعينينني ولم تقل لم أود ولم أؤدي لهم شيئا ولا مضت علي نجوم عدة عجزت عن الأداء فيها ولا قالت عجزني أهلي وأيضا فإنهم لو عجزوها لعادت في الرق ولم تكن حينئذ لتسعى في كتابتها وتستعين بعائشة على أمر قد بطل انتهى الشريط السالس والأربعون من كتاب زاد المعاد وله دقية على الشريط السابع والأربعين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع والأربعون من كتاب زاد المعاد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل اقتراءه في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد فإن قيل الذي يدل على عجزها قول عائثة إن أحب أهلك أن أشتريك وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اشتريها فأعتقيها وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضي الله عنها وعتق المكاتب بالإذلاء لا بإنشاء من السيد إلى هذا هو الذي أوجب لهم القول بمطلان الكتابة قالوا ومن المعلوم أنها لا تبطل إلا بعدز المكاتب أو تعجيزه نفسه وحينئذ فيعود في الرق فإنما ورد البيع على رقيق لا على مكاتب وجواب هذا أن ترقيب العق على الشراء لا يدل على إنشائه فإنه ترقيب للمسبب على سببه ولسيما فإن عائشة لما أرادت أن تعجل كتابتها جملة واحدة كان هذا سببا في إعتاطها وقد قلتم أنتم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه إن هذا من ترتيب المسبب على سببه وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج إلى إنشائه إعتقه وأما العذر الثاني فأمره أظهر وسياط القصة يبطله فإن أم المؤمنين اشترتها فاعتقتها وكان ولاؤها لها وهذا مما لا غيب فيه ولم تشتري المال والمال كان تسع أواقل منجمة فعدتها لهم جملة واحدة ولم تتعرض المال الذي في ذمتها ولا كان غرضها بوجه ما ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجلة بعدها حالة وفي القصة جواز المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلف مقدارها وفيها أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يسترط على الآخر شرطا يخالف حكم الله ورسوله وهذا معنى قوله ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله جوازه وليس المراد أنه ليس في القرآن ذكره وإباحته ويدل عليه قوله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ولم يبطل العقد به وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث فإنه قد أشكل على الناس قوله استرطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق فأذن لها في هذا الاشتراط وأخبر أنه لا يفيد والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال إن هشام بن عروة انفرد بها وخالفه غيره فردها الشافعي ولم يثبتها ولكن أصحاب الصحيحين وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيها ولم يعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم ثم اختلفوا في معناها فقالت طائفة أن لان ليست على بابها بل هي بمعنى على كقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها كما قال تعالى من عمر صالحا في نأفر نفسه ومن أساءف عليها وردت طائفة هذا الاعتذار لخلافه لسياق القصة ولموضوع الحرف وليس نظير الآية فإنها قد فرقت بينما للنفس وبينما عليها بخلاف قوله اشترطي لهم وقال الطائفة بل اللام على بابها ولكن في الكلام محذوف تقديره اشترطي لهم أو لا تشترطي فإن الاشتراط لا يفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله ورد غيرهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه والعلم به من نوع علم الغيب وقال الطائفة الأخرى بل هذا أمر تهديد لا إباحة كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهروا فسادة فما لعائشة وما للتهديد هنا وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها نعم هم أحق بالتهديد لا أم المؤمنين وقال الطائفة بل هو أمر إباحة وإذن وأنه يجوز اشتراط مثل هذا ويكون ولاء المكاتب للبائع قاله بعض الشافعية وهذا أفسد من جميع ما تقدم وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده وقال الطائفة إنما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط وعلم الخاص والعام به وتقرر حكمه فدى الله عليه وسلم وكان لهم فعاقبهم بأن أذن لعائشة في الاشتراط ثم خطب الناس فأذن فيهم ببطلان هذا الشرط وتضمن حكم من أحكام الشريعة وهو أن الشرط الباطل إذا شلط في العقل لم يجزي الوفاء به ولولا الإذن في الاشتراط لما علم ذلك فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكم وهو كون الولاء لغير المعتق وأما بطلانه إذا شرط فإنما استفيد من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه بعد اشتراطه ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به وإن كان خلاف مقترب عقد المطلق فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وإن شرط كما أبطله بدون الشرط فإن قيل فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرط فإنه إما أن يسلط على الفسف أو يعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بواحد من الأمرين قيل هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط فأما إذا علم بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه على اشتراطه فلا فسخ له ولا أرش وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة والله أعلم صصل وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عطق واجب وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات وقال في الرواية الأخرى لا ولاء عليه وقال في الثالثة يرد ولاءه في عطق مثله ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء وهذا العموم أخص من قوله لا يرث المسلم الكافر فيخصصه أو يقيده وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما ولهم أن يقولوا إن عموم قوله الولاء لمن أعتق مخصوص بقوله لا يرث المسلم الكافر فصل وفي القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة هل كان عبدا أو حرا فقال القاسم عن عائشة رضي الله عنها كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها وقال عروة عنها كان حرا وقال ابن عباس كان عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة وكل هذا في الصحيح وفي سنن أبي داود عن عروة عن عائشة كان عبدا لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه وقد روي في الصحيح أنه كان حرا وصح الروايات وأكثرها أنه كان عبدا وهذا الخبر رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة الأسود وعروة والقاسم أما الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرا وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا وأما عبد الرحمن ابن القاسم فعنه روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك قال داود بن مقاتل ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد اختلفوا إذا كان حرا فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا تخير وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تخير وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء أحدها زوال الكفاءة وهو المعبر عنه بقولهم كملت تحت ناقص الثاني أن عطقها أو جبل الزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال الثالث ملكها نفسها ونحن نبين ما فيها له المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء فإذا زالت خيرت المرأة كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها وهذا ضعيف من وجهين أحدهما أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يشترط أن تكون توابع في الدوام فإن رضى الزوجة غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام وكذلك الولي والشاهدان وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنا عندما يمنع نكاح الزانية إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها الثاني أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج أو خدوث عيب موجب للفسق لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب وهو اختيار قدماء الأصحاب ومذهب مالك وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج وقال الشافعي إن حدث بالزوج ثبت الخيار وإن حدث بالزوجة فعلى قولين وأما المأخذ الثاني وهو أن عطقها أو جبل الزوج عليها ملك طلقة ثالثة فمأخذ رعيف جدا فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها وأنصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببا لملك الفسخ وما يتوهم من أنها كانت تبين منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلاث وهو زيادة إمساك وحبس لم يقتضه العقد فاسد فإنه يملك أن لا يفارقها البتة ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما والنكاح عقد على مدة العمر فهو يملك استدامة إمساكها وإتقها لا يسلبه هذا الملك فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة وهذا لو كان الطلاق معتبرا بالنساء فكيف هو الصحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه ومشروع في جانبه وأما المأخذ الثالث وهو ملكها نفسها فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها من التناقض وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتب وهذا مقصود العتق وحكمته فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها ومن جملتها منافع البضع فلا يملك عليها إلا باختيارها فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه إذ قد ملكت منافع بضعها وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ملكت نفسك فاختاري فإن قيل هذا ينتقض بما لو زوجها ثم باعها فإن المشتري قد ملك رقبتها وبضعها ومنافعه ولا تسلطونه على فسف النكاح قلنا لا يرد هذا نقضى فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكا له فصار المشتري خليفته وهو لما زوجها أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى الزوج ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة البضع فصار كما لو آجر عبده مده ثم باعه فإن قيل فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها فهل لا قلتم ذلك إذا أعتقها وأنها ملكت نفسها مسلوبة منفعة البضع كما لو آجرها ثم أعتقها ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ قيل الفرق بينهما أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من البيع ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك بخلاف البيع فالعتق إسقاط ما كان السيد يملكه من عتيقه وجعله له محررا وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعها كلها وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحط الذي لا حق له فيه ألبته فكيف لا يسري إلى ملكه الذي تعلق به حق الزوج فإذا سرى إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق فيه فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى فهذا محض العدل والقياس الصحيح فإن قيل فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك فإنه يرجع إلى القيمة قيل الزوج قد استوفى المنفعة بالوضع فطريان ما يزيل دوامها لا يسطط له حقا كما لو طرأ ما يفسده أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب أو زوال كفاءة عند من يفسخ به فإن قيل فما تقولون فيما رواه النسائي من حديث ابن موهب عن القاسم ابن محمد قال كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأي بالغلام قبل الجارية ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعدق الغلام فائدة فإذا بدأت به عتقت تحت حر سلا يكون لها اختيار وفي سنن الترمذي في سنن النسائي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها قيل أما الحديث الأول فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه هذا خبر لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف وقال ابن حزم هو خبر لا يصح ثم لو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنهما كان زوجين بل قال كان لها عبد وجارية ثم لو كان زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولا ما يسقط خيار المعتقة تحت الحر وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى بل الظاهر أنه أمرها أن تبتدأ بالذكر لفضل عتقه على الأنثى وأن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق ذكر كما في الحديث الصحيح مبينا وأما الحديث الثاني فضعف لأنه من رواية الفضل بن حسن بن عمر بن أميث الضمري وهو مجهول فإذا تقرر هذا وظهر حكم الشرع في إثبات الخيار لها فقد روى الإمام أحمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه ويستفاد من هذا قضيتان إحداهما أن خيارها على التراخي ما لم تمكنه من وطئها وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وللشافعي ثلاثة أقوال هذا أحدها والثاني أنه على الفور والثالث أنه إلى ثلاثة أيام الثانية أنها إذا مكنته من نفسها فوطئها سقط خيارها وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به فلو جهدتهما لم يسقط خيارها بالتمكين من الوط وعن أحمد رواية ثانية أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ بل إذا علمت بالعتق ومكنته من وطئها سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ ورواية الأولى أصح فإن عتق الزوج قبل أن تختار فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا إنه لا خيار للمعتقة تحت حر بطل خيارها لمساوات الزوج لها وحصول الكفاءة قبل الفسخ قال الشافعي في أحد قوليه وليس هو المنصور عند أصحابه لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق فلا يبطله هو الأول أقيس لزوار سبب الفسخ بالعتق وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ به وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة الفسخ به وإذا قلنا العلة ملكها نفسها فلا أثر لذلك فإن طلقها طلاق الرجعية فعتقت في عدتها فاختارت الفسف بطلة الرجعة وإن اختارت المقام معه صحا وسقط اختيارها للفسف لأن الرجعية كالزوجة وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام لن الرجعة ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع ولا يصح اختيارها في زمن الطلاق فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونه منتنع فإذا رجعها صح حينئذ أن تختاره وتقيم معه لأنها صارت زوجة وعمل الاختيار عمله وترتب أثره عليه ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول ثم عتقت في زمن الردة فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه فعين اختارته ثم أسلم سقط ملكها للفسف وعلى قول الشافعي لا يصح لها خيار قبل إسلامه لأن العقد صائر إلى البطلان فإذا أسلم صح خيارها فعين قيل فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ هل يقع الطلاق أم لا قيل نعم يقع لأنها زوجة وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم يوقفوا الطلاق والثانية يجب نصفه ويكون لسيبها لا لها فإن قيل فما تقولون في المعتقي نصفها هل لها خيار قيل فيه قولان وهما روايتان عن أحمد فإن قلنا لا خيار لها كزوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مئة فعقد على مئتين مهر ثم مات عتقت ولم تملك الفسخ قبل الدخول لأنها لو ملكت سقط المهر أو انتصف فلم تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ قبل الدخول بخلاف ما إذا لم تملكه فإنها تخرج من الثلث فيعتق جميعها فصل في قوله صلى الله عليه وسلم لو راجعته فقالت أتأمرني فقال لا إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فيه ثلاث قضايا إحداها أن أمره على الوجوب ولهذا فرق بين أمره وشفاعته ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب على بريرة ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره الثالثة أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية فيكون ابتداء عقد وقد يكون مع ذشعثه فيكون إمساكا وقد سمى سبحانه ابتداء الطلاق ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزوج الثاني مراجعة فقال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجع نكاحا مستأنفا فصل وفي أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة وقال هو عليها صدقة ولنا هدية دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول ولأنه قد بلغ محلة وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله هذا إذا لم تكن صدقة نفسه فإن كانت صدقته لم يجوز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه سنتي عشرة أوقية ونشأ فذلك خمسمائة وقال عمر رضي الله عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى والأوقية أربعون درهما وفي الصحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديث وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق من أكفيه سويقا أو تمرا فقد استحل وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيتي من نفسك ومالك بن علي قالت نعم فأجازه قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شيء تصدقها إياه قال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتم من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي النسائي أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم فدخل بها فولدت له فتضمن هذا الحديث أن الصداقة لا يتقدر أقله وأن قضه السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل بها الزوجة وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها كما إذا جعل السيد عطقها صداقها وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن أسلم وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها فما خل العقد عن مهر وإن الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن وليه وصداق بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح لولي وصداق وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من نفعه ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مقتضى هذه الأحاديث وقد خالف في بعضه من قال لا يكون الصداق إلا مالا ولا تكون منافع أخرى ولا علمه ولا تعليمه صداقا كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه ومن قال لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك وعشرة دراهم كأبي حنيفة وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ومن الدعا في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل والأصل يردها وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن مسيب ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد بل عد ذلك في مناقبه وفضائله وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم وقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فأمم ماذا عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا وفي الموطأ عن عمر أنه قال أي ممرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره وفي لفظ آخر قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها وفي سنن أبي داود من حديث عكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما طلق عبد يزيد أبو ركانه زوجته أم ركانه ونكح امرأة من مزينه فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فذكر الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أمر كانه فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت أرجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع وهو مجهول ولكن هو تابعي وابن جريج من الأئمة الثقات العدول ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين ولا سيما التابعين من أهل المدينة ولا سيما موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجة الناس إليها لا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب ولا عن غير ثقة عنده ولم يبين حاله وجاء التفيق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة لكن عمر وم المسعود والمغيرة أجلوه سنة وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه والحارث بن عبد الله أجله عشرة أشهر وذكر سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا عبد الله بن عوف عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم قال لا قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها وأجل مجنونا سنة فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته فاختلف الفقهاء في ذلك فقال داود وابن حزم ومن وافقهما لا يفسخ النكاح بعيب البته وقال أبو حنيفة لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة وقال الشافعي ومالك يفسخ بالجنون والبرص والجذام والقرن والجب والعنة خاصة وزاد الإمام أحمد عليها أن تكون المرأة فتقاء من خرقتنا بين السبيلين ولأصحابه وانخراق مخرجي البول والمن في الفرج والقروح السيالة فيه والبواسير والناصور والاستحاضة والاستطلاق البول والنجو والخصي وهو قطع البيضتين والسل وهو سلهما والوجء وهو رضهما وكون أحدهما خنثا مشكلة والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة والعيب الحادث بعد العقد وجهان وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيع وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مضنته ولا من قاله وممن حكاه أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي وهذا القول هو القياس أو قول ابن حزم ومن وافقه وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوي لها فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غرى به وغبن به ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اجتمل عليه من المصالح لم يخف عليه وجحان هذا القول وقربه من طواعب الشريعة وقد روا يحي بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال قال عمر أي ممرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهروها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره ورد هذا لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة قال الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر ولا عبرة بغيرهم وروا الشعبي عن علي أي ممرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها وكذلك حكم قاضي الإسلام حقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه شريح قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين خاصم رجل إلى شريح فقال إن هؤلاء قالوا لي إنا نزوجك بأحسن الناس فجاءوني بامرأة عمشاء فقال شريح إن كان دلس لك بعيب لم يجز فتأمل هذا القضاء وقوله إن كان دلس لك بعيب كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به وقال الزهري يرد النكاح من كل داء عضال ومن تأمل فتاو الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب إلا رواية رويت عن عمر رضي الله عنه لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل ذكره سفيان عن عمر بن دينار عنه هذا كله إذا أطلق الزوج وأما إذا شرط السلامة أو شرط الجمال فبانت شوهاء أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء أو شرطها بيضاء فبانت سوداء أو بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ في ذلك كله فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده فلاها المهر وهو غرم على وليها إن كان غره وإن كانت هي الغاره سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترق وقال أصحابه إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلها الخيار وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان والذي يقضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها بل إثبات الخيار لها إذا فات مشترطته أو لا لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلا أن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أو لا وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسعد فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع وبالله التوفيق وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد أعداء ذلك البرص اليسير وكذلك غيره من أنواع الداء العضال وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب السلعته حرم على من علمه أن يكتمه من المشتري فكيف بالعيوب في النكاح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بن جقيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه وجعل ذا العيب غلا لازم في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه ولسيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه وهذا مما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه والله أعلم وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله غير منعقد ولا خيار له فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث قال لأن التي أدخلت عليه غير التي تتزوج إذ السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها قال ابن حبيب في الواضحة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكي إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ثم قال ابن حبيب والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادمة فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم قال علي فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين وصح عن أسماء أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه وصح عنها أنها كانت تعرف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ فاختلف الفقهاء في ذلك فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت وقال أبو ثور عليها أن تخدم زوجها في كل شيء ومنع الطائفة نجوب خدمته عليها في شيء وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع للاستخدام وبذل المنافع قالوا والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجله وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال الرجال قوامون على النساء وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادمة لها فهي القوامة عليه وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع وكل من الزوجين يقضي وطراه من صاحبه فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به إعادة الأزواج وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يقل لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا ولما رأى أسماء والعرف على رأسها والزبير معه لم يقل له لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه ولا يصح التفيق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية فقال اتقوا الله في النساء فإنهم عوان عندكم والعاني الأسير ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من الرق كما قال بعض السلف النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فآتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدع النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها فقال ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى وإن خذتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان على قولين أحدهما أنهما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية والثاني أنهما حاكمان وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر وهذا هو الصحيح والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين ولو كان وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها وأيضا فلو كان وكيلين لم يختص بأن يكون من الأهل وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشارع ولا في العرف العام ولا الخاص وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دال على الثبوت ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكل وكيلين وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنها لا تدل عليه بوجه بل هي دالة على خلافه وهذا بحمد الله واضح وبعث عثمان بن عثان عبدالله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عثبة بن ربيعة فقيل لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم والله أعلم وإذا قلنا إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره وتوكيل الزوجة في بذل العوض أو لا يجبران على روايتين فإن قلنا يجبران فلم يوكلا جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين وإن قلنا إنهما حكمان لم يحتج إلى رضى الزوجين وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما فإن قل إنهما وكيلان لم ينقطع نظر الحكمين وإن قل حكمان إنقطع نظرهما لعدم الحكم حكم على الغائب وقيل يبقى نظرهما على القولين لأنهما اتطرفان لحظهما فهما كالناظرين وإن جن الزوجان إنقطع نظر الحكمين إن قل إنهما وكيلان لأنهما فرع الموكلين ولم ينقطع إن قل إنهما حكمان لأن الحاكم يلي على المجنون وقيل ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهما فكأنهما وكيلان ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة ووكيلان منصوبان للحكم فمن العلماء من رجح جانب الحكم ومنهم من رجح جانب الوكالة ومنهم من اعتبر الأمرين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة وفي سنن الدار قطني في هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته التي أعطاكي قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذ ما له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدار قطني إسناده صحيح فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام أحدها جواز الخلع كما دل عليه القرآن قال تعالى وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفة النص والإجماع وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره ومنعه طائفة بدون إذنه ولا إمة الأربعة والجمهور على خلافه وفي الآية دليل على حصول البينونة به لأنه سبحانه سماه فدية ولو كان رجعيا كما قال بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته ودل قوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به على جوازه بما قل وكثر وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاس رأسها فما دونه وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نقبتها ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه وذكر عبد الرزاق عن معمر عليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يأخذ منها فوق ما أعطاها وقال طاووس لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقال عطاء إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها وقال الزهري لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقال ميمون بن مهران إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان وقال الأوزاعي كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها والذين جوزوه احتجوا بظاهر القرآن وأثار الصحابة والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا قال الدار قطني سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح قالوا والآثار من الصحابة مختلفة فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة ومنهم من روي عنه إباحتها ومنهم من روي عنه كراهتها كما روى وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال ترد عليها وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم وزيادة من مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلا فحديث أبي الزبير مقول له وقد رواه ابن جريج عنهما فصل وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين فإذا تقى يلا الخلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهري يقول مثل ذلك قال قتادة وكان الحسن يقول لا يراجعها إلا بخطبة ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه غير أن العمل على خلافه فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه ويلحقها صليح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء فإذا تقايل عقد الخلع وتراجع إلى ما كان عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك وهذا بخلاف ما بعد العدة فإنها قد صارت منه أجنبية محضة فهو خاطب من الخطاب ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره فصل وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الإلث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل فقال عبد الله بن عمر فعثمان خيرنا وأعلمنا وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهوي والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية قال من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء قالوا وَلَا يَنْتَقِضُ هَذَا عَلَيْنَا بِالْمُطَلَّقَةِ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية قالوا وهذا دليل على أن الخلعة فسف وليس بطلاق وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها ولا يصح عن صعابي أنه طلاق البتة فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمر عن طاووس أن إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلعة بين ذلك فإن قيل كيف تقولون إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه فندم فارتفع إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت وذكر ابن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخاعي عن علقمة عن ابن مسعود قال لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء واروي عن علي بن أبي طالب فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم قيل لا يسح هذا عن واحد منهم أما أثر عثمان رضي الله عنه فطعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما قال شيخنا وكيف يسح عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة فلو كان عنده طلاق لأوجب فيه العدة وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين وأما أثر علي بن أبي طالب فقال أبو محمد بن حزم رويناه من طريق لا يسح عن علي رضي الله عنه وأمثلها أثر بن مسعود على سوء حفظ بن أبي ليلى ثم غايته إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لأن الخلع يكون طلاقا بائنا وبين الأمرين فرق ظاهر والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة الثالث أن العدة فيه ثلاثة قرؤ وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه قال الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم هن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرها ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة فلابد من دخولها تحت اللفظ وهكذا فهمت رجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن وهي دعوة مستجابة بلا شك وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق ذل على أنها من غير جنسه فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا قال وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام بن عباس وأصحابه قال ابن جريج أخبرني عمر بن دينار أنه سمع عكلمة مولى بن عباس يقول ما أجازه المال فليس بطلاق قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس وقال عمر عن طاووس عن ابن عباس الخلع تثيق وليس بطلاق وقال ابن جريج عن ابن طاووس كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويخيره ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعية في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها وبالله التوفيق ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت ابن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقه ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينة وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قرؤ بالسنة الثابتة وبالله التوفيق ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل وزائر العقل والمكره والتطليق في نفسه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفيها عنه من حديث ابن عباس إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وفيها عنه صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وصح عنه أنه قال للمقر بالزنا أبيك جنون ومثبت عنه أنه أمر به أن يستنكه وذكر البخاري في صحيحه عن علي أنه قال لعمر ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيت وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به فتضمنت هذه السنن أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق أو يمين أو نذر ونحو ذلك عفو غير لازم بالنية والقصد وهذا قول الجمهور وفي المسألة قولان آخران أحدهما التوقف فيها قال عبد الرزاق عن معمر سئل ابن سيرين عن من طلق في نفسه فقال أليس قد علم الله ما في نفسك قال بلى قال فلا أقول فيها شيئا والثاني وقوعه إذا جزم عليه وهذا رواية أشهب عن مالك وروي عن الزهري وحجة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأن من كفر في نفسه فهو كفر وقوله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وأن المسر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح ولهذا يثاب على الحب والبغض والموالات والمعادات في الله وعلى التوكل والرضا والعزم على الطاعة ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والشك والرياء وظن السوء بالأبرياء ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير تلفظ أما حديث الأعمال بالنيات فهو حجة عليهم لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر لنية وحدها وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار فإذا زار العقد الجازم كان نفس زواله كفرا فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم حصل الجهل وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر وأما فهو هذا هو المصر وأما من عزم على المعصية ولم يعملها فهو بين عمرين إما أن لا تكتب عليه وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحق والقرآن والسنة مملؤان به ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب ولا تلازم بين الأمرين فإنما يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليها كما يستحقه على المعاص البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب فإن والعجبة والرياء وظن السوء محرمات على القلب وهي أمور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة على فعلها وهي أسماء لمعاني مسمياتها قائمة بالقلب وأما العتاق والطلاق فاسمان للمسميين قائمين باللسان أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة وليس اسمين لما في القلب مجردا عن النقط وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو المكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناس وزائل العقل والمكره والفرق بينهما أن الهازل قاصد للنفظ غير مريد لحكمه وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف الأسباب وأما تركب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه فإذا قصده ركب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ القفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة إحداها أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به الثانية أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه الثالثة أن يقصد اللفظ دون حكمه الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم فالأوليان لغو والآخرتان معتبرتان هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يقفر ومن أكره على الإسلام لا يسير به مسلمة ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه وهذا يراد به كلامه قطعا وأن أفعاله ففيها تفصيل فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم وإتلاف المال ومختلها فيه كشرب الخمر والزنا والسرقة هل يحد به أو لا فالاختلاف هل يباح ذلك بالإكراه أو لا فمن لم يبحه حده به ومن أباحه بالإكراه لم يحده وفيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم ابن عتيبة عن خيثمة ابن عبد الرحمن قال قالت امرأة لزوجها سمني فسماها الربيع فقالت ما قلت شيئا قال فهاتي ما أسميك به قالت سمني خلية خلية طالقة قال أنت خلية طالق فأتت عمر بن الخطاب فقالت إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسها وقال لزوجها خذ بيدها وأوجع رأسها فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع ما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق فهو كما لو قال لأمته أو غلامه إنها حرة وأراد أنها ليست بفاجرة أو قال لمرأته أنت مسرحة أو سرحتك ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك فهذا لا يقع عدقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى وإن قامت قرينة أو تصادق في الحكم لم يقع به فإن قيل فهذا من أي الأقسام فإنكم جعلتم المراتب أربعة ومعلوم أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل ولا هازل ولا قاصد لحكم اللفظ قيل هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنيه فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يرده فلا يلزم بما لم يرده باللفظ إذا كان صالحا لما أراده وقد استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة لما طلق امرأته ألبته فقال ما أردت قال واحدة قال آه الله قال آه الله قال هو ما أردت فقبل منه نيته في اللفظ المحتمل وقد قال مالك إذا قال أنت طالق ألبت وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدى له فترك اليمين فليس الطلاق لأنه لم يريد أن يطلقها وبهذا أفتل ليث بن سعد والإمام أحمد حتى إن أحمد في رواية عنه يقبل منه ذلك في الحكم وهذه المسألة لها ثلاث صور إحداها أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده فهذه لا تطلق عليه في الحال ولا يكون حالفا الثانية أن يكون مقصوده اليمين للتنجيز فيقول أنت طالق ومقصوده إن كلمت زيدا الثالثة أن يكون مقصوده اليمين من أول كلامه ثم يرجع عن اليمين في أثناء الكلام ويجعل الطلاق منجزا فهذا لا يقع به لأنه لم ينوي به الإيقاع وإنما نوى به التعليق فكان قاصرا عن وقوع المنجز فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة وهذا قول أصحاب أحمد وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله بلغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولغو نوعان أحدهما أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف عليه فيتبين بخلافه والثاني أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف كلا والله وبلا والله في أثناء كلامه وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها وهذا تشريع منه سبحانه لعباده أن لا يرتب الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيها وهذا غير الهازل حقيقا وحكما وقد أختى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره فصح عن عمر أنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته وصح عنه أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فأثت امرأته فقالت لا أقطعن الحبل أو لا تطلقني فناشدها الله فأبت فطلقها فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق وكان علي لا يجيز طلاق المكره وقال ثابت الأعرج سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقال جميعا ليس بشيء فإن قيل فما تصنعون بما رواه الغازي ابن جبلة عن صفوان بن عمران الأصم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له طلقني أو لأذبحنك فناشدها فأبت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق رواه سعيد بن منصور في سننه وروا عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله وروا سعيد بن منصور حدثنا فرجو ابن فضالة حدثني عمر بن شراحيل المعافري أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت والله لأنفذنك أو لتطلقني فطلقها ثلاثا فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطاب فأنضى طلاقها وقال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه قيل أما خبر الغازي ابن جبلة ففيه ثلاث علل إحداها ضعف صفوان ابن عمر والثانية لين الغازي ابن جبلة والثالثة تدليس بقية الراوي عنه ومثل هذا لا يحتج به قال أبو محمد ابن حزم وهذا خبر في غاية السقوط وأما حديث ابن عباس كل الطلاق جائز فهو رواية عطاء ابن عجلان وضعفه مشهور وقد رمي بالكذب قال أبو محمد ابن حزم وهذا الخبر شر من الأول وأما أثر عمر فالصحيف عنه خلافه كما تقدم ولا يعلم معاصرة المعافري لعمر وفرج ابن فضالة فيه ضعف وأما أثر علي فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يجز طلاق المكره وروا عبد الرحمن ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن حميد عن حسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يجز طلاق المكره فإن صح عنه ما ذكرتم فهو عام مخصوص بهذا فصل وأما طلاق السكران فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكها ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى وفي صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي فنكس النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفر ولم يؤاخذ بذلك حمزة وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا سكران طلاق رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان ابن عثمان عن أبيه وقال عطاء طلاق السكران لا يجوز وقال ابن طاووس عن أبيه طلاق السكران لا يجوز وقال القاسم ابن محمد لا يجوز طلاقه وصح عن عمر ابن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلقا فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد وهو مذهب يحيى ابن سعيد الأنصاري وحميد ابن عبد الرحمن وربيعة والليث ابن سعد وعبد الله ابن الحسن وإسحاق ابن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه واختاره المزني وغيره من الشافعية ومذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها فقال في رواية أبي طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا وقال في رواية الملموني قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه لأنه لو أقر لم يلزمه ولو باع لم يجوز بيعه قال وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه قال أبو بكر عبد العزيز وبهذا أقول وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ أحدها أنه مكلف ولهذا يؤاخذ بجناياته والثاني أن إيقاع الطلاق عقوبة له والثالث أن ترتب الطلاق على التقليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر والرابع أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه فإنهم قالوا إذا شرب سكر وإذا سكر حذا وإذا هذا افترى وحد المفتري ثمانون والخامس حديث حديث لا قيلولة في الطلاق وقد تقدم السادس حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه وقد تقدم والسابع أن الصحابة أوقعوه عليه الطلاق فرواه أبو عبيد عن عمر ومعاوية ورواه غيره عن ابن عباس قال أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن حارث عن أبي لبيد أن رجلا طلق امرأته وهو سكران فرفع إلى عمر بن الخطاب وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر بينهما قال وحدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاد عن سعيد بن المسيب أن معاوية أجاز طلاق السكران هذا جميع محتج به وليس في شيء منه حجة أصلى فأما المأخذ الأول وهو أنه مكلف فباطل إذ الإجماع منعقل على أن شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف وأيضا فلو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر وهم لا يقولون به وأما خطابه فيجب حمله الذي يعقل الخطاب أو على الصاحي وأنه يهي عن السكر إذا أراد الصلاة وأما من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى انتهى الشريط السابع والأربعون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثامن والأربعين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثامن والأربعون من كتاب زاد المعاد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق السكران وأما إلزامه بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق فقال عثمان البتي لا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقل والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا بفرقين أحدهما أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنا أو السرقة أو الحراب سكر وفعل ذلك فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا فإذا تباعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها وقال أحمد منكرا على من قال ذلك وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز يزعم أن سكران لو جنى جناية أو أتى حدا أو ترك الصيام أو الصلاة كان بمنزلة المبرسا والمجنون هذا كلام سوء والفرق الثاني أن إلغاء قواله لا يتضمن مفسدة لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه لخلاف الأفعال فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت فإلغاء أفعاله ضرر محط وفساد منتشر لخلاف أقواله فإن صحف ذاني فرقان بطل الإلحاق وإن لم يصح كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة وأن المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له ففي غاية الضعف فإن الحد يكفيه عقوبة وقد حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد ولا عذب لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتثيق بين الزوجين وأما المأخذ الثالث أن إيقاع الطلاق به بالربط الأحكام بالأسباب ففي غاية الفساد والسقوط فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرهة أو جاهلا بأنها خمر وبالمجنون والمبرسة بل وبالنائم ثم يقال وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به وهل النزاع إلا في ذلك وأما المأخذ الغابع وهو أن الصحابة جعلوه الصاحي في قولهم إذا شرب سكر وإذا سكر هذا فهو قبر لا يصحه ألبته قال أبو محمد بن حزم وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعد الرحمن بن عوف منه وفيه من المناقبة ما يدل على بطلانه فإن فيه إيجاب الحد على من هذا والهذي لا حد عليه وأما المأخذ الخامس وهو حديث لا قيلولة في الطلاق فخبر لا يصح ولو صح لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمبرسم والصبي وأما المأخذ السالس وهو خبر كل طلاق جائز إن طلاق المعتوه فمثله سواء لا يصحه ولو صح لكان في المكلف وجواب ثالث أن السكران الذي لا يعقل إما معتوه وإما ملحق به وقد ادعى الطائفة أنه معتوه وقالوا المعتوه في اللغة الذي لا عقل له ولا يدري ما يتكلم به وأما المأخذ السابع وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق فالصحابة المختلفون في ذلك فصح عن عثمون ما حكيناه عنه وأما أثر بن عباس فلا يسح عنه لأنه من طيطين في أحدهما الحجاج بن أرطاه وفي الثاني إبراهيم بن يحيا وأما من عمر ومعاوية فقد خالفهما أثمان بن عثان فصل وأما طلاق الإغلاق فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل وحديث عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يعني الغضب هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال وأبو بكر في الشافي وزاد المسافر فهذا تفسير أحمد وقال أبو داود في سننه أظنه الغضب وترجم عليه باب الطلاق على غلق وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه وفسره غيرهما بالجنون وقيل هو نهي عن إيقاع التلقات الثلاث دفعة واحدة سيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء كغلق الرهو حكاه أبو عبيد الهروي قال شيخنا وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته قلت قال أبو العباس المبرد الغلق ضيق الصدر وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا قال شيخنا ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال والغضب على ثلاثة أقسام أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع الثاني ما يكون في مباليه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه الثالث أن يستحكم ويشد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين ميته بحيث يندم على ما فرط وزال فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح في السنن من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال الترميلي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء في هذا الباب وسألت محمد بن إسماعيل فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وروا أبو داود لا بيع إلا فيما يملك ولا وفاء نذر إلا فيما يملك وفي سنن بن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك وقال وكيا حدثنا بن أبي ذئب عن محمد بن مكبر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه لا طلاق قبل نكاح وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس رضي الله عنه لا طلاق إلا من بعد نكاح قال ابن جريج بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس أخطأ في هذا إن الله تعالى يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتمهن وذكر أبو عبيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس طلاق إلا من بعد ملك وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها وهذا قول عائشة وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم وداود وأصحابه وجمهور أهل الحديث ومن حبت هذا القول أن القائل إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية وذلك محال فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية والمتجدد هو نكاحها والنكاح لا يكون طلاقا فعلم أنها لو طلقت فإنما يكون ذلك استنادا إلى الطلاق المتقدم معلقا وهي إن ذاك أجنبية وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالطلاق عند وجودها فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق فلا يصح كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق بغير خلاف فانطيل فبالفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق فإنه لو قال إن ملكت فلانا فهو حر صح التعليق وعتق بالملك قيل في تعليق العتق قولان وهما روايتان عن أحمد كما عنه روايتان في تعليق الطلاق والصحيح من نذهبه الذي عليه أكثر منصوصه وعليه أصحابه صحة تعليق العتق دون الطلاق والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد نفوذ الملك فإنه ينفذ في ملك الغير ويصح أن يكون الملك سببا لزوانه بالعتق عقلا وشرعا كما يزول ملكه بالعتق عند رحمه المحرم بشرائه وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق وكل هذا يشرع في جعل الملك سببا للعتق فإنه قربة محبوبة لله تعالى فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفطية إلى محبوبه وليس كذلك الطلاق فإنه بغيض إلى الله وهو أبغض الحلال إليه ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته ألبته وفرق ثاني أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر كقوله لا إن آتاني الله من فضله لا تصدقن بكذا وكذا فإذا وجد الشرط لزمه معلقه به من الطاعة المقصودة فهذا لون وتعليق الطلاق على الملك لون آخر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوئة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ولمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي لفظ إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى وفي لفظ للبخاري مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي هائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق قول يمسك وقال ابن عمر رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن في قبل عدتهم فتبمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه والهان حلال هو والهان حرام فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرا من غير جميع أو يطلقها حاملا مستدين حملها والحرامان أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائدا وطاهرا كما قال تعالى لا جنيف عليكم إن طلقتم النساء ولم تمسوهن أو تفضوا لهن فريضة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وقد دل على هذا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهم وهذه لا عدة لها ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ولولا هاتان الآيتان التي فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها وفي سنن النسائي وغيره من حديث محمود بن نبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل طلق امرأته ثلاثة اطلقات جميعا فقام غضبان فقال أن يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إلى سئل عن الطلاق قال أن أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثة فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان مدخل بها وغير مدخل بها وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا أو حائدا وأما المدخول بها فإن كانت حائدا أو نفساء حرم طلاقها وإن كانت طاهرا فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله وإن كانت حائلا لم يجوز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة ويجوز قبله هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد الله واختلف في وقوع المحرم من ذلك وفيه مسألتان المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه المسألة الثانية في جمع الثلاث ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا كما ذكرناهما تصويرا ونذكر حجز الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين مع العلم بأن المقلد المتعصد لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم إلا إياه لكل من الناس مولد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه فأما المسألة الأولى فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره وقد قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كالب وما يدريه لعل الناس اختلفوا كيف هو الخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين قال محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقافي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد بذلك ذكره أبو محمد المحزم في المحلى بإسناله إليه وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإلى استبان حبلها وقال الخشني حدثنا محمد بن المسنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام بن يحيا عن قتاده عن خلاس ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها قال أبو محمد بن حزم والعجب من جرأة عبع الإجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إنضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما إحداهما رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعين عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثلاثة قرؤ قلت وابن سمعين هو عبد الله بن زياد بن سمعين الكذاب وقد رواه عن مجهول ما يعرف قال أبو محمد والأخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في من طلق برأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة قال أبو محمد بل نحن أسعد بدعوة الإجماع هنا لو استجزنا ما يستجزون ونعوذ بالله من ذلك وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أما الطلاق في الحيض أو في طهر جامعه فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره فإذا كان لا شك في هذا عندهم فكيف يستجزون الحكم بتجويز البدعة التي يطرون أنها بدعة وضلالة أليس لحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة قال أبو محمد وحتى لو لم يبلغم الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم قال المانعون لوقوع الطلاق المحرم لا يزال النكاح المتيقن إن بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك قالوا وكيف والأدلة المتكاثرة تلم على عدم وقوعه فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البته ولا ألن فيه فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته قالوا وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق وهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه ومن المعلوم أنه لم يملكه طلاق المحرم ولا ألن له فيه فلا يصح ولا يقع قالوا ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا فطلق طلاقا محرما لم يقع لأنه غير مأذون له فيه فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا للتصرف ألبته قالوا أيضا فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوقت في الطهر فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنا وكان الحجر القاوي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره قالوا وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه قالوا لأنه طلاق محرم منهي عنه فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد قالوا وعيضا فالشارع إنما نهي عنه وحرمه لأنه يبغضه ولا يحبه قوعة بل قوعه مكروه إليه فحرمه لأن لا يقع ما يبغضه ويكرهه وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود قالوا وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي فما الفرق بينه وبين الطلاق وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح وسححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق والنهي يقتد البطلانة في الموضعين قالوا ويكفين من هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإنغائه كما في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود باطل فكيف يقال إنه صحيح لازم نافذ فإن هذا من الحكم برده قالوا وأيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا وكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم ولا هو من مملكه الشارع إياه قالوا وأيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان ولا أشر من التسريح الذي حرمه الله ورسوله ومنجب عقد مكاح أحد أمرين إما إنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به ألبتة قالوا وقد قال الله العالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وصحى النبي صلى الله عليه وسلم أي مبين عن الله مراده من كلامه أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها فلا يكون طلاقا فكيف تحرم المرأة به قالوا وقد قال تعالى أطلاق مرتان ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون فيه وهو الطلاق للعدة فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق فإنه حصل الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين فلا يكون من عداه طلاقا قالوا ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم كما روى بن وهب عن جليل بن حازم عن الأعمش أن من مسعود رضي الله عنه قال من طلق كما أمره الله فقد بيّن الله ومن خالفا فإن لا نطيق خلافه ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم ولم يكن للتفريق معنا إذ كان النوعان واقعين نافذين وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا من أتى الأمر على وجهه فقد بيّن الله له وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة من طلق كما أمر فقد بيّن له ومن لبّس تركناه وتلبيسه قالوا ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بسنة الصحيح الثابت حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن غريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروتي يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهم قالوا وهذا إسناد في غاية الصحة فإن أبو الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة وإنما يخشى من تدريسه فإذا قال سمعت أو حدثني زال نحذور التدريس وزالت العلة المتوهمة وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال عن ولم يصرح بالسماع ومسلم يصحح ذلك من حديثه فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال وصح الحديث وقامت الحجة قالوا ولنعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده وإنما رده من رده استبعادا واعتقادا أنه خلاف الأحاديث الصحيحة ونحن نحكي كلاما من رده ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرد قال أبو داود والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وقال الشافعي ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقال الخطابي حديث يونس ابن جبير أثبت من هذا يعني قوله مره فليراجعها وقوله أرأيت إن عجز واستحمق قال فمه قال ابن عبدالبر وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير وقد رواه عنه جماعة أجلة فلم يقل ذلك أحد منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه وقال بعض أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا فهذا جملة ما رد به خبر أبي الزبير وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانة أما قول أبي داود الأحاديث كلها على خلافه فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود وأنتم لا ترضون ذلك وتزعمون أن الحجة من جانبكم فدعوا التقليد وأخبرونا أين في هذه الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير فهل فيه الحديث المراحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب عليه تلك الطلقة وأمره أن يعتد بها فإن كان ذلك فنعم الله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبير ولا تنيدون إلى ذلك سبيلا وغاية ما بأيديكم فليراجعها والرجعة تستلزم وقوع الطلاق وقال ابن عمر وقد سئل تعتد بتلك التطليقة فقال أرأيت إن عجز أو استحمق واستحمق وقوم نافع أو من دونه فحسبت من طلاقها وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها ولا اعتداد بها ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ولا نطعن فيها وإن من شأن كل الشأن في معاروتها لقوله فرده علي ولم يرها شيئا وتقديمه عليه ومعاروتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناها وعند الموازنة يظهر التثاوت وعدم المقاومة ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منها أن قوله مره فليراجعها فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معاني أحدها امتباء النكاح كقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيم حدود الله ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق ها هنا هو الزوج الثاني وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول وذلك نكاح مبتدأ وثانيهما الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا كقوله لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده رده فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا وأخبر أنها لا تصلح وأنها خلاف العدل كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى ومن هذا قوله لمنفرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع فإنه بيع باطل بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كان وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كان قبل الطلاق وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة وأما قوله أرأيت إن عجز واستحمق فيا سبحان الله أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسبها عليه واعتد عليه بها لن يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أرأيتا وكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيتا فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظه أرأيت الدالة على نوع من الرأي سببه عجز مطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أدن الله له فيه والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به وأنه ساقط من فعل فاعله لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سابه العجز والحمق عن انتثار الأمر إلا أن يكون فعلا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم فقد عجز واستحمق وحينئذ فيقالوا هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله فيكون مردودا باطلا فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجزا واستحمق منه على صحته واعتباره وأما قوله فحسبت من طلاقها ففعل مبني لما لم يسمى فاعله فإذا سمي فاعله ظهر وتبين هل في حسبان من حجه أو لا وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل ألبتة وسواء كان القائل فحسبت من عمر أو نافع أو من دونه وليس فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها حتى تزم الحجة به وتحرم مخالفته فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديثا بزبير وأنه صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيره شيئا وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها قال الموقعون لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقا صعبا وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين فإن غالبه طلاق مدعي وجافرتم بخلاف الآئمة ولم تتحاشوا خلاف الجمهور وشددتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه والقرآن والسنن يدل على بطلانه قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذا يعوم كل طلاق وكذلك قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولم يفرق وكذلك قوله تعالى الطلاق مرتان وقوله وللمطلقات متاع وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع قالوا حديث بن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه أحدها الأمر بالمراجعة وهي لم شعث النكاح وإنما شعثه وقوع الطلاق الثاني قول بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقها وكيف يظن بن عمر أنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسبها من طلاقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا الثالث قول بن عمر لما قيل له أي احتسب بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق أي عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها الرابع أن ابن عمر قال وما يمنعني أن أعتد بها وهذا إنكاء منه لعدم الاعتداد بها وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير إن كيف يقول ابن عمر وما يمنعني أن أعتد بها وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يرها شيئا الخامس أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض وهو صاحب القصة وأعلم الناس بها وأشدهم اتباعا للسنن وتحرجا من مخالفتها قالوا وقد روى ابن الوهد في جامعه حدث لابن أبي ذئب أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاءها أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة هذا لفظ حديثه قالوا وروا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع عطاء هل حسبت تطويقة عبد الله بن عمر امرأته حائضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وروا حمد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق في بدعة ألزلناه بدعته رواه عبد الباقي بن قانع عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن ممية الذارع حدثنا الحماد فذكره قالوا وقد تقدم مذهب عثمان بن حفان وزيد بن ثابت في فتورهما للوقوع قالوا وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه كالظهار فإنه منكر من القول وزور وهو محرم بلا شك وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر فهكذا الطلاق البدعي محرم ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع ولا فرق بينهما قالوا وفال ابن عمر يقول المطلق ثلاثة حرمت عليك حتى تنكه زوجا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل قالوا وكنالك القذف المحرم وترتب عليه أثره من الحد ورد الشهادة وغيرهما قالوا الفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك مضعها فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعا فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع بخلاف الطلاق فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعا كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم وبالإقرار الكاذب وبالتبرع المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعيل بها على المعاصي والآثام قالوا الإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها يزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا فكيف لا يزول عقد المكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته قالوا ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل فإنهم يقع مع تحريمه لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتخذون آيات الله مزوى طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه فالطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه قالوا وفرق آخر بين المكاح المحرم والطلاق المحرم أن المكاح نعمة فلا تستباح بالمحرمات وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة فيجوز أن يكون سببها محرمة قالوا وأيضا فإن الفروج يحتاط لها والاحتياط يقتضي رقوع الطلاق وتجديد الرجعة والعقد قالوا وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ولد الزوجة المعتبر رضاها ويخرج منه بأيسر شيء فلا يحتاج إلى الخروج منه إلى شيء من ذلك بل يدخن فيه بالعزيمة ويخرج منه بالشبهة فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه قالوا ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا طلق امرأتهم وهي حائض والطلاق نوعان طلاق سنة وطلاق بدعة وقول ابن عباس رضي الله عنه الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام فهذا الإطلاق والتقبلون على أنه عندهم طلاق حقيقة وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال ولو كان لفذا مجردا لغوا لم يكن له حقيقة ولا قيل طلق امرأته فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه ومثل هذا لا يقال فيه طلقا ولا يقسم الطلاق وهو غير واقع إليه وإلى الواقع فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معاني ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا فهذا أقصى ما تمسك به المطعون وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع قال المانعون من النقوع الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين الحق في المسألة المقام الأول بطلان ما زعمتم من الإجماع وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته ألبته ما للعلم بانتفائه معلوم المقام الثاني أن فتب الجمهور بالقول لا يدل على صحته وقول الجمهور ليس بحجه المقام الثالث أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة فنقول أما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوة الإجماع كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه الماذرة وتحرم معه المخالفة فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته ومن تأمل مذاهب العلماء قديم وحديثا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسوير خلاف الجمهور ووجد لكل منهم أقوال عديدة انفرد بها عن الجمهور ولا يستثنى من ذلك أحد قط ولكن مستقل ومستكثر فمن شئتم سميتموه من الآئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور ولو تتبعنا ذلك وعدناه لطال الكتاب به جدا ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم ومن له معرفة لمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم ولكن هذا في المسائل التي يسوه فيها الاجتهاد ولا تنفعها السنة الصحيحة وأما ما كان هذا سبيله فإنهم كالمتفقين على إنكاره ورده وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين وأما المقام الثالث وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم فنسألكم ما تقولون في من ادعى دخول أنواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح وقال شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية وكذلك العبودات المحرمة المنهية عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك كان قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين وإن قلتم دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل اتراءه في حكم الطلاق في الحيط قالوا وأن استدلالكم بحديث ابن عمر فهو إلى أن يكون حبة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه أحدها صريح قوله فردها علي ولم يرها شيئا وقد تقدم بيان صحته قالوا فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الأوضعين ما الجميع تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه الثاني أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه فالرجل يطلق امرأته وهي حائد قال لا يعتد بذلك وقد تقدم الثالث أنه لو كان صريحا في الاعتداد به لما عدل به إلى مجرد الرأي وقوله للسائل أرأيت الرابع أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابا شديدا وكلها صحيحة عنه وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نفس صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها وإذا تعاربت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر وفتواه فوجدناه صريحا في عدم الوقوع ووجدنا أحد الألفاظ حديثه صريحا في ذلك وقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد وخارف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة كما تقدم بيانه وغلنا قول ابن عمر رضي الله عنه وما لي لا أعتد بها وقوله أرأيت إن عجز واستحمق فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع ويكون عنه روايتان وقولكم كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربها عليه ولم يعتد عليه بها فليس هذا بأول حديث خالفه الراويه وله بغيره من الأحاديث التي خالفها الراويه أسوة حسن في تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه وقد روى ابن عباس حديث بريرة وأن بيع الأمة ليس بطلاقها وأفتى بخلافه فأخبر الناس بروايته وتركوا رأيه وهذا هو الصواب فإن الرواية معصومة عن معصوم والرأي بخلافها كيف هو أسرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقه دقيق إن ما يعرفه بل له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للأمة ولعلك تراه قريبا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم في إيقاء الطلاق الثلاث جملة وأن قوله في حديث من وهب عن ابن أبي جئب في آخره وهي واحدة فلعن الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ورصرنا إليها بأول وهلة ولكن لا ندري أقال هم وهب من عنده أم ابن أبي جئب أم نافع فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتيقن أنه من كلامه ويشهد به عليه وترطب عليه الأحكام ويقال هذا من عند الله بالوهم والاحتمال وظاهر أنها من قول من دون ابن عمر رضي الله عنه ومراده بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة ولم يكن ذلك من ثلاثة أي طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وأن الحديث ابن جريج عن عطاء عن نافع إن تطليقه عن تطليقة عبد الله حسبت عليه فهذا غايته أن يكون من كلام نافع ولا يعرف من الذي حسبها أهو عبد الله نفسه أو أبوه عمر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم والحسبان وكيف يعارض صريح قوله ولم يرها شيئا بهذا المجمل والله يشهد وكثى بالله شهيدا أن لو تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه لم نتعد ذلك ولم نذهب إلى سواه وأما حديث أنس من طلق في بدعة أنزمناه بدعته فحديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه ولم نروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد وإنما هو من حديث إسماعيل من أميه الذارع الكذاب الذي يذرع ويفصل ثم الراوي له عنه عبد الباقي المقانع وقد ضعفه البرقاني وغيره وكان قد اختلط في آخر عمره وقال الدار قطمي يخطئ كثيرا ومثل هذا إذا تفرج بحديث لم يكن حديثه حجه وأن اختاء عثمان المعفان وزيد بن ثابت رضي الله عنه بالوقوع فلو صح ذلك ولا يصح أبدا فإن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله فإنه بالرواية بن سمعان عن رجل وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيد فيان الله العجب أين هتان الروايتان من رواية عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجلتم وأن قولكم إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه كالظهار فيقال أولا هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص وسائر تلك الأدلة التي هي أرجع منه ثم يقال ثانيا هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح ويقال ثالثا ليس للظهار جهتان جهة حل وجهة حرمة بل كله حرام فإنه منكر من القول وزور فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائز وحرام باطل بل هو لمنزلة القلب من الأجنبي والردة فإذا وجد ولم يوجد إلا مع مفسدته فلا يتصور أن يقال منهم حلال صحيح وحرام باطل بخلاف النكاح والطلاق والبيع فالظهار نظير الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامها وإلحاق الطلاق بالنكاح والبيع والإيجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام وصحيح وباطل أو لا وأن قولكم إن النكاح عقد يملك به المضع والطلاق عقد يخرج له فنعم من أن لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهما والإلزام به وتنفيذه وإلغاء الآخر وإبطاله وأن زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم فذلك ملكم قد زال حسة ولم يبق له بحل وأن زواله بالإقار الكاذب فأبعد وأبعد فإنا صدقناه ظاهرا في إقراره وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كاذبا وأن زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر فقد تقدم جوابه وأنه ليس في الكفر حلال وحرام وأن طلاق الهازل فإنما وقع لأنه صادف محلا وهو أغر لم يجامع فيه فنفد وكونه هزم أريد به أن لا يترتب أثره عليه والذلك ليس إليه بل إلى الشارع فهو قد أتى بسيب التام وأراد أن لا يكون سيبا له فلم ينفعه ذلك بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق فإنه لم يأتي بالسبب الذي نسبه الله سبحانه مفضيا إلى وقوع الطلاق وإنما أتى بسيب من عنده وجعله هو مفضوعا إلى حكمه وذلك ليس إليه وأنا قولكم إن النكاح نعمة فلا يكون سنبه إلا طاعة بخلاف الطلاق فإنه من داب إزالة النعم فيأجوز أن يكون سنبه معصيه فيقال قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عمقه والقيد من رجله فليس كل طلاق نقمة بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمها فلم يرى المتحابين مثل النكاح ولا المتباعدين مثل الطلاق ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تنسوهم ويقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأن قولكم إن الفروج يحتاط لنا فنعم وهكذا قلنا سواء فإن احتقنا وأبقين الزوجين على يقين المكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين فإذا أخطأنا فخطأنا من جهة واحدة وإن صدنا فسوابنا من جهتين جهة الزوج الأول وجهة الثاني وأنتم ترتكبون عمرين تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين وإحلاله لغيره فإن كان خطأا فهو خطأ من جهتين فتبين أن الأولى بالاحتياط منكم وقد قال الإمام أحمد في رواية أجل طالب في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء فقال الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وأن قولكم إن النكاح يدخل فيه العزيمة والاحتياط ويخرج منه بأدنى شيء قلنا ولكن لا يخرج منه إلا بما نصده الله سببا يخرج به منه وأجن فيه وأن ما ينصده المؤمن عنده ويجعله هو سببا للخروج منه فكلا فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك الوعرة المسبك التي يتجادل أعمة أدلتها الفرسان وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان وإنما نبهنا على ما أخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بباعته من العلم المزجاه أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده وأنه إذا كان لمن قصر في العلم باعه فضعف خلف الدليل وتقاصر عن جمي ثماره براعه فليعذر من شنور عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها بكل همه وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوله ورغمته عن هذا الشأن البعيد فليعذر منازعه في رغمته عن مرتضاه لنفسه من محض التقليد وينظر مع نفسه أيهما هو المعذور وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور والله المستعان وعليه التكران وهو الموفق للصواب الفاتح لمن أن بعده طالبا لمرضاته من الخير كل باب فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من طلق ثلاثا بكلمة واحدة قد تقدم حديث محمود بن جميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امراته ثلاثة طلقات جميعا فقام المغضبة ثم قال أن يلعب بكتاب الله وأنا بين الأظهركم وإسنده على شرط مسلم فإن ابن وهد قد رواه عن مخرمة بن جوكير بن الأشج عن أبيه قال سمعت محمود المنبيد فلكره ومخرمة ثقة بلا شك وقد احتج مسلم في صحيحه بحديثه عن أبيه والذين أعلوه قالوا لم يسمع منه وإنما هو كتاب قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن جوكير فقال هو ثقة ولم يسمع من أبيه إنما هو كتاب مخرمة فنظر فيه كل شيء يقول بلغني عن سليمان بن يسار ثم من كتاب مخرمة وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن أمعين يقول مخرمة بن مكير وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه وقال في رواية عباس الدولي هو ضعيف وحدثه عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه وقال أبو جاود لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا حديث الوتي وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله نوسى بن سلمة أتيت مخرمة فقلت حدثك أبوك قال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه بل الأخذ عن النسخة أحوط إلى تيقن الراوي أنها النسخة الشيخ بعينها وهذه طريقة الصحابة والسلف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك وتقوم عليهم بها الحجة وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعلموا بها واحتجوا بها ودفع الصديق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة إلى أنس بن مالك فحمله وعملت به الأمة وكذلك كتابه إلى عمر بن حزم في الصداقات الذي كان عند آل عمر ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض ويقول المكتوب إليه كتب إلي فلان أن فلانا أخضره ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبقى بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير فإن الاعتماد إنما هو على النسخ لا على الحفظ والحفظ خوان والنسخة لا تخون ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن أحدا من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب وقال لم يشافهني به الكاتب فلا أقبله بل كلهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه الزواب الثاني أن قول من قال لم يسمع من أبيه معارض بقول من قال سمع منه ومعه زيادة علم وإثبات قال عبد الرحمن إن أبي حاتم سئل أبي عن مخرمة ابن بوكير فقال صالح الحديث قال وقال ابن أبي أويس وجدت في ظهر كتاب مالك سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه سمع من أبيه فحلف لي ورب هذه البنية يعني المسجد سمعت من أبيه وقال علي بن مديني سمعت معنى ابن عيسى يقول مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار وقال علي ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان لعله سمع منه الشيء اليسير ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة ابن بوكير أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي ومخرمة ثقه انتهى ويكفي أن مالكا أخذ كتابه فنظر فيه واحتج بهم في موطئه وكان يقول احدثني مخرمه وكان رجلا صالحا وقال أبو حاتم سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت هذا الذي يقول مالك بن أنس حدثني الثقه من هو؟ قال مخرمة ابن بوكير وقيل لصالح المصري كان مخرمة من ثقات الرجال قال نعم وقال ابن عدي عن ابن وهن ومعنى ابن عيسى عن مخرمة أحاديث حسان مستقيم وأرجو أنه لا بأس به وفي صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق ثلاثة حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وهذا تفسير منه للطلاق المأمور به وتفسير الصحابي حجة وقال الحاكم هو عندنا مرفوع ومن تأمل القرآن حق التأمر تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المسروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يملك به الرجعة ولم يشرع الله سبحانه إيقاع ثلاث جملة واحدة البتة قال تعالى أبطل 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 ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دور كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبره أربعا وثلاثين ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسويح وتكبير وتحميل متوان يتلو بعضه بعضا فلو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين بهذا اللفظ لكان ثلاث مرات فقط وأصرح من هذا قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فلو قال أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين كانت مرة وكذلك قوله ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلو قالت أشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين كانت واحدة وأصرح من ذلك قوله تعالى سيعذبهم مرتين فهذا مرة بعد مرة ولينتقد هذا بقوله تعالى نؤتها أجرها مرتين وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فإن المرتين هنا هم بعثان وهما البثان وهما بثان في القدر كقوله تعالى ضاعت له العذاب بعفين الأحزاب وقوله فأنا تبقى لهم بعثي البطرة أي بعثي ما يعذب به غيرها وعثي ما كانت تؤتى ومن هذا قوله أنس إن شق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أي شقتين وفرقتين كما قال في اللفظ الآخر إن شق القمر فرقتين وهذا أمر معلوم قطع أنه إن من شق القمر مرة واحدة وفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمون وبين ما يكون مثلين وجزئين ومرتين في المضاعفة فالثاني يتصور فيه انشماع المرتين في آن واحد والأول لا يتصور فيه ذلك ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة أنه قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قرؤ إلى أن قال وبعود أذن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إسلاحا فهذا يدل على أن كن طلاق معل الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا وكذلك قوله تعالى يا أيهنبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهم إلى قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فهذا هو الطلاق المشروع وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن وذكر أحكامها فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا عندك فيه وذكر الطلقة الثالثة وأنه تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكه زوجا غيره وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع وسناه فدية ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعة وهو ما عدوا هذه الأقسام الثلاثة وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوب دائنة وأنه إذا قال لها أنت طالق طلقة دائنة كانت رجعية ويلغو وصفها بالدينونة وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوب وأن أبو حنيفة فقال تبين بذلك لأن الرجعة حق له وقد أسقطها والجمهور يقولون إن كانت الرجعة حقا له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه فلا يملك إسقاطه إلا باختيارها ومنلها العوب أو سؤالها أن تفتدي نفسها منه بغير عوب في أحد القولين وهو جواز الخلع بغير عوب وأن إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا منلها العوب فخلاف النص والقياس قالوا وأيضا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعه للرجل والمرأة فإنهم كانوا يطلقون في البيلية بغير عدد فيطلق أحدهم المرأة كلما شاء ويرادعها وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل ففيه إدرار بالمرأة فنسخ سبحانه ذلك بثلاث وقسر الزوج عليها وجعله أحق بالرجعة من لم تنقض عدتها فإذا استوفى العدد الذي ملكه حرمت عليه فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم عليه بأول طلقة ودو المرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث فهذا شرعه وحكمته وحدوده التي حدها لعباده فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة بل إنما ملك واحدة فالزائل عليها غير مأذون له فيه قالوا وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة إذ هو خلاف ما شرعه لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة إذ هو خلاف شرعه ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقا دائم قط إلا في مرضي علم أحدهما طلاق غير المدخول بها والثاني الطلقة الثالثة وما عداد من الطلاق فقد جعل من الزوج فيه الرجعة وهذا مختبى الكتاب كما تقدم تقديره وهذا قول جمهور منهم الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر قالوا لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال أنت طالق طلقة لا رجعة فيها أحدها أنها ثلاث قاله إبن المنجشون لأنه قطع حقه من الرجعة وهي لا تنقطع إلا بثلاث فجاءت الثلاث ضرورة الثاني أنها واحدة بائمة كما قال وهذا قول من القاسم لأنه يملك إبانتها بثلقة بعوض فملكها بدونه والخلع عنده طلاق الثالث أنها واحدة رجعية وهذا قول من وهد وهو الذي يقتديه الكتاب والسنة والقياس وعليه الأكثر فصل وأن المسألة الثانية وهي الوقوع الثلاث بكلمة واحدة فاختلف النيس فيها على أربعة مذاهب أحدها أنه تقع وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم الثاني أنها لا تقع من ترد لأنه بدعة محرمة والبدعة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرهم فهو رد وهذا المنهب حكاه أبو محمد بن حزن وحكي للإمام أحمد فأنكره وقال هو قول رافضة الثالث أنه يقع به واحدة رجعية وهذا ثابت عن ابن عباس ذكره أبو داود عنهم قال الإمام أحمد وهذا منهب بن إسحاق يقول خالف السنة سيرند إلى السنة انتهى وهو قول طاوس وأكرمه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن كيمية الرابع أنه يفرق من المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث من المدخول بها ويقع بغيرها واحدة وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق ابن راهوي فيما حكاه عنه محمد بن مصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء فأما من لم يوقعها جملة فاحتجوا بأنه طلاق بضعة محرم والبدعة مردودة وقد اعترف عن محمد بن حزم بأنه لو كانت بدعة محرمة لوجب أن تردى وتذكره ولكن مختار مدمد الشافعي أن جمع الثلاث جائز غير محرم وستأتي حجة هذا القول وأن من جعلها واحدة فاحتج بالنس والقياس فأما النس فما رواه معمر ومن جريج عن أبي طاووس عن أبيه أن أبا السفلاء قال لبن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعلوا واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة أمر قال نعم رواه مسلم في صحيحه وفي لفظ ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة أمر ترد إلى واحدة قال نعم وقال أبو جاود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق النبي جريج قال أخبرني بعض مني أن يرافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبا سنقال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمر كانة ونكح رأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من يغني وعني إلا كان يتغني من هذه الشعرة بشارة أخذتها من رأسها تفرق بينه وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فبعا به كانت وإخوته ثم قال له لسائه ألا ترون أن فلان يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أمر كانة وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيه النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وقال الإيمان أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني جاول بن حسين عن إكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس قال طلق ركانة ابو عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليه وحزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها فقال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإن أتيك واحدة فارجعها إن شئت قال فارجعها فكان المعداس يرى أننا الطلاق عند كل طهر قالوا أن القياس فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة والبدعة مردودة لأنها ليست على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وسائر ما تقدم في بيان التحرين يدل على عدم وقوعها جملة قالوا ولم يكن معنا إلا قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله سورة النور وقوله ويدرأ عنهم عذابة أن تشهد أربع شهادات بالله سورة النور قالوا وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمين وتزدحقون دم صاحبهم فلو قالوا نحلف بالله خمسين يمين إن فلانا قتله كانت يمينا واحدة قالوا وكذلك الإقرار من الزنا كما في الحديث أن بعض الصحابة قال لما عز إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفن واحد وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها فلهم حجتان إحدى هنا ما رواه أبو جاود بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا مطال له أبو الصفداء كان كثير السؤال لابن عباس قال له أنا علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى عمر نسقت تتعياء فيها قال أجيذوهم عليهم الحجة الثانية أنه تبين بقوله أن تطالق فيصادفها بكر الثلاث وهي بائن فتلغو ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها وحديث أبو الصفداء في غير المدخول بها قالوا ففي هذا التسيط موافقة المنقوم من الجانبين وموافقة القياس وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى كما حكاه أبو محمد بن حزم وغيره ولكن عدم المقوع جنة هو مذهب الإنمية وحكوه عن جماعة من أهل البيت قال المنطعون للثلاث الكلام معكم في مقامين أحدهم تحريم جمع الثلاث والثاني وقوع مع جملة ولو كانت محرمة ونحن نتكلم معكم في المقامين فأنا الأول فقد قال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن حمد في إحدى الروايات عنه وجماعة من أهل الظاهر إن جمعت ثلاث سنة احتجوا عليه بقوله تعالى فإن تلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرقة ولا يجوز أن يفرق بين ما جمع الله بينه كما لا نجمع بين ما فرق الله بينه وقال تعالى وإن طلقتم هم من قبل أن تمسوهن ولم يفرق وقال لا جميح عليكم إن طلقتم نساء من لم تمسوهن الآية ولم يفرق وقال وللمطلقات متاع بالمعروف وقال يا أيها الذين آمين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم هم من قبل أن تمسوهن ولم يفرق قالوا وفي الصحيحين أن أولي مرم العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره بتلاقها قالوا فلن كان جمع الثلاث عصية لما أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته أو حين حرمت عليه باللعان فإن كان الأول فالحجة منه ظاهرة وإن كان الثاني فلا شك أنه طلقها وهو يدينها امرأته فلو كان خراما لبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت قد حرمت عليه قالوا في صحيح بخاري من حديث القاسم من محمد عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحمل الأول قال لا حتى يذوق عسينتها كما ذاق الأول فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني أسيلتها قالوا في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بن تقيس أن فاطمة بن تقيس أخبرته أن زوجها أبا حفص ابن المغيرة المخزوني طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فانطلق خاند من وليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت منونة أم المؤمنين فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل له من نفقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقه وعليها العدة وفي صحيح يسلم في هذه القصة قالت فاطمة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت النقك قلت ثلاثا فقال صدق ليس لك نفقه وفي لفظ له قالت يا رسول الله إن زوجي تنقني ثلاثا وإني أخاف أن يقتحم علي وفي لفظ له عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة قالوا وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن يحين من عناء عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن جاود بن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطريقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نتقى الله جندك أن ثلاثا فله وأمن تسعمائة وسبعة وتسعون فردوان وذل إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن جنده قال طلق معم أباء امرأته فانطلق بنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج فقال إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا جانت منهم ثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عمقه قالوا وروا محمد بن شهلان عن معلم منصور عن شعيد بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبدالله عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائط ثم أراد أن يتبعه بطلقتين أخرين عند القرآن الباطلين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يا عمر من كذا أمرك الله أخطأت السنة ونكر الحديث وفيه فقلت يا رسول الله لو كنت طلقتنا ثلاثا أكان لي أن أجمعهم قال لا كانت تبين وتكون معصية قالوا وقد روى أبو جاو في سننه عن نافر بن مجير ابن عبد يزيد ابن مكانة أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان وفي جامعة المري عن عبد الله المعلي إن يزيد إني مكانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته ألبته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت بها قال واحدة قال آه الله قال آه الله قال هو على ما أردت قال ترميلي ما نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ووجه استدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترط الحال لن يحلفه قالوا هذا أصح من حديث من جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكيمة عن ابن عباس إنه طلقها ثلاثا قال أبي داود لأنه ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانه إنما طلقها البتة قالوا من جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع فإن كان عبيد الله فهو ثقة معروف وإن كان غيره من إخوته فمجمور العدالة لا تقوم به حجة قالوا وأما طريق الإمام أحمد ففيها ابن إسحاق والكلام فيه معروف وقد حكى الخطابي أن الإمام أحمد كان يباعث طرق هذا الحديث كلها قالوا واصحنا معكم حديث أبي الصهداء عن ابن عباس وقد قال البيقي هذا الحديث أحد مختلف فيه البخاري ومسلم فأخذهم المسلم وتركه البخاري وأبنه تركه لمخالفته سائر روايات عن ابن عباس ثم ساق روايات عنه لوقوع الثلاث ثم قال فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح ومجاهد وإكريمة وعمر بن دينار ومعلك ابن الحارث ومحمد ابن إياس ابن مكير قالوا روينه عن معاوية من أبي عياش الأنصاري كلهم قال ابن عباس أنه أجاه ثلاثة وأنباه وقال من المنجر فغير جائز أن يظن لابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبهه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئا فمسخ قال البيهقي والواية عكيمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحته للتأويل يرين البيهقي ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عكيمة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق مراته فهو أحق برجاتها وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك فقال قد طلاق مرتان قالوا فيهتمل أن الثلاث كانت تجعلوا واحدة من هذا الوقت بمعنى أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدها كان يتمكن من المراجعة بعد الواحدة ثم يسخ ذلك وقال ابن سريج يمكن أن يكون ذلك إن ما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث وهو أن يفرق بين الألفاظ كان يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أمي بكر رضي الله عنه الناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخباع فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التأكيد ولا يريدون به الثلاث فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم الثلاث وقال الطائفة معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاعا واحدة ثم يدعوها حتى تنقضي عدتها ثم اعتدوا الطلاق الثلاثة جولة وتتنيعوا فيه ومعنى الحديث على هذا كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثة يوقعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني بكروا واحدة فهو إخبار عن الواقع لا عن المشروع وقال الطائفة ليس في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يجعل ثلاثة واحدة ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه ولا حدة إلا فيما قاله أو فعله أو علم به فأقر عليه ولا يعلم صحة واحدة من هذه الأمور في حديث أبي الصحباء قالوا وإذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا إلى ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أعلم بسنته فنظرنا فإذا الثابت عن عمر ابن الخطاب الذي لا يثبت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كفولي انتهي الشريط الثامن والأربعون من كتاب زهد المعاد ولمه بقية على الشريط التاسع والأربعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة